هنبدأ بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. كل صعبين جميعا. دكتور عبد الرحمان الخولي برضو للناس اللي ممكن تبقى شايفان ومش عارفاني. دكتور عبد الرحمان الخولي. انا مترس مساعد على الجزور كله. تبقى ستنجمع قناة سويس. وسيلفر ممبر في جروب اكسلنس ان دونتكس. هنبدأ ان شاء الله بعض كده ليه الحلقات من الكيس كيس ديسكاشن يعني. حاول يعني القد ما نقدر كده نوصل مع له نستفيد كلنا. اه حطيت باست مبارح على الحلة دي. اه وقلت ازاي تتعمل مع الحلة ديت دي اه اه دور اه لور ليفت اه فريست مولرش. عايز يعرف بس كده ايه. كنت عايزة عرف منكم كده الناس هتتعامل ازاي في حلة زي كده. الناس هتتعامل ازاي في حلة زي كده. تمام? الفكرة كلها في ايه? ان الحالة دي فيها تشالنجز كتير فهنجزل نعرف ازاي هنتعامل معي صراحة اجاباتكم كانت جمالة جدا مبارح يعني انبهرت بها جدا الصراحة وكانت حاجة كويسة جدا جدا يعني بتقول ان ما شاء الله مستوى الناس في الاندو عظيم جدا جدا يعني فما شاء الله اجاباتكم كانت حلوة اوي اوي يعني افتح بس البوست كده يعني اه ما شاء الله فعلا فعلا بجد يعني اجابات حلوة جدا 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 والناس ما شاء الله بقى تفكيرها في الاندو حلو جدا جدا وبقى يعرفوا ازاي يمنجوا الحالات الصعبة وبسمع اجابات ما شاء الله ادفانسد اوي على الناس لسه صوائرة في السن الناس لسه فيش جرادويتس او الناس لسه طلبة ما شاء الله ما شاء الله يعني ناس في الاندو ما شاء الله شاطرين جدا خلاص طيب انا بس كده ايه الكيس دي احد من امتياز لسه فاول اراؤوند جابهالي في السكشن وقال لي دكتور اشتغل الكيس دي او لا لا انا بسطل على الحالة وهو لسه ده اول مولر اشتغل كيس اول كيس اشتغلها مولر وقلت له لا 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 الكيس دي صعبة جدا 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 اوعى تشتغل اشتغل 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 الوقت خاص بس يبتدي بحاجات سهلة كده في الاول بعد كده انا بنشتغل الحاجات الصعبة دي تمام طيب انا قلت الكيس دي الصعبة وهنا انا على ايه انا اول ما بسط بسط على ايه على الروتس اول حاجة بسط على ايه على الروتس الروت الميزي يا الروت ده عامل ازاي شكله رفايع جدا صح وايه كمان وكرفت وايه كمان وفيه شايف تو كنالز تمام يعني فيري سين روت فيري كيرفد روت وفي نفس الوقت الروت طويل لونج روت فالحاجات دي بالنسبة لي اما اجع اعمل روت كنال تريتمينت بتبقى صعبة اوي ايه تاني ان اشايفه شايف الكنالز اللي جوه مش واسعة زي كده يعني اشايف الكنالز اللي جوه صعبة طايت اوي فهتبقى رخمة اوي في الكنينجان شاب تمام فانا بالنسبة لي وانا شغير الحالة دي هتبقى سهلة صعبة لها هتبقى صعبة طيب ده لو انا عملت من الاساس روت كنال تريتمينت ناس كتير مشاucks الله منكم انبارح قال دكتور ده ممكن نبقى مفيش ممكن نعمل او ممكن نعمل او ممكن نعمل او ممكن نعمل صاح زي الفل يبقى احنا جنا بنصل لاهم حاجة في شغلنا اللي هي الدايجنوزيز اول حاجة اللي هي ايه الدايجنوزز ده رقم واحد اول حاجة هو العين ده جاي فاشتيجي من ايه؟ ايه الشكوى بتاعت العين ده ده الدرس ده مشكلته الحالة ديه انا شفت الاكسراي انا ما كملت ايش انا بسط على الاكسراي بس ما خدش ما شفتش البيشانت ولا شفت اي حاجة خالص بس انا بتكلم في ايه لو حالة زي كده جات لي العيادة ايه السيناريوز اللي ممكن تبقى في الحالة دي ممكن العين يجي لك يقول لك ايه انا دكتور بجي اكل على الدرس ده الاكل ما يدخل فيه بيوجعني جدا وانس ان انا بلعت الاكل او شلت الاكل خلاص الوجع بيروح الساعة والسخنة مثلا ما بجي اشرب ما يساعة او ما يسخنة الوجع بيقعد شواء صغيرين ويروح خلاص طيب اه نجي نبص بقى فبق العيان لازم نعمل دياجنوزس طيب الدياجنوز بتاعنا في عندنا شيت كده بتاعنا في القسم عندنا في طبقة اسنان بنعمل شيتة الدياجنوزس بتاع الحالة خلاص انا شايف ايه في شيتة الهيستري والكلام ده كله ماشي لازم نبدو من العيان. دي انت الهيستري تمام. الشيف كنبلين. الشيف كنبلين زي ما قلت. والعيان دلوقتي بيقول لي انا بحس ان الدرس ده بيوجعني مع الساعة والسخط. بس اول ما بابلع الحاجة ديت الواجع بيروح على طول. ماشي. طيب انا باجه اسأل العيان. بقول له طيب يا فندم هل الدرس ده بيوجعت لوحده من غير اي حاجة يعني يقول لي لا. طيب هاي الواجع ده يصحيك من نوم. يقول لي لا. انا بس سيئتي لليه. عشان اعرف اذا كان فيه حاجة او هاي او هاي عايز اي اعرف ال peer including関 او هو integrative or inversible. او يعنى организ PTSD bathroom condition Analysis. اذا فيه هل ده هاي هاي عزيتي ريفيرزيبول والا اوенное. فبسل العيان طيب هل مسلا فيه اه ونا شغال. هل فيه اصل يجنت بتاكل? الواجع مسلا بتجي تاكل على الدرس ده بيطول بيكترات طويلة. يعني مسلا بيكتين دلاتة و تمسك تشاك منه كده وتنطرش استعمل بيسمع في جنب كله ولا تقدر تحدد مكانه كل دي اسئلة بقدر يعني بسأل العين الاسئلة دي كلها عايز اوصل لدي جنوز انا عايزه خلاص طيب انا مثلا بتكلم مع العيان سي مسلا بسأل العيان قال لي اه لا ده هو بس وانس الساعة والسخنة بيجي عليه يوجع سنة بساطة كده والواجع يروح خلاص يجي في دماغي ايه قد يمكن تبقى حاجة ريفيرزبول بالبيتس ريفيرزبول بالبيتس ماشي طيب اما تكون حالة ريفيرزبول بالبيتس يعني البالب فيتل وفي عندي زي ما شوفنا فليكسر ايه كده دي بكيرز صح؟ يعيب حالة زي كده وانا شغال كده ابقى حاطت في دماغي ان في فرصة لو حصل اكسبوجة لان انا اعمل كابنج او اعمل امتي ايه بالبوتم او اعمل بالبوتم اتفقل بالبوتم صح؟ يبقى كده انا دخل على العيان اعملت الشيطة الديجنوزز بتاعي ببتجايب اتشوف كنبليمتة هتلعين ايه اه في وجع مالهوت والكولد بس ما بيستمرش فترات طويلة واول ما بابلع او اي حاجة الواجع بيرور ما بيقعدش فترات طويلة ما بيصحينيش منهم ما فيش وجع لوحده يبقى كده استبعد الاستبعد مين الاستبعد مين الاستبعد طيب لو انا العيان بقى اجي قال لي ايه لا الواجع مع الساعة والسخن بيوجعني جدا وبقدرش استحمل وبعد فترات طويلة وبقول لي مسكن وحاجات علامات كلها تقول لي ان الحالة دي لا يبقى انا دخل في ايه يعني ديجنوزز تاني خالص محتاج تريتمنت تاني خالص تمام؟ طيب عشان بقى اقدر اشتغل مزبوط اعمل ايه؟ هنمشي على الشيط اللي موجود قدامنا تزام وانا اتشوفكم ليم العيان تمام؟ حلو مثلا قال لي الساعة والسخن بيوجعني فترة بسيطة خالص وبيروح احط في دماغي اللي هي ايه؟ طيب بعد كده اروح على بق العيان كده اشوف السنة اخبارها ايه؟ هل الكيرز واكل السنة كلها؟ هل الكيرز مثلا جاست ديب مثلا في جزء ميزيل او ديستل او 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 بلبيشن اعمل بلبيشن كده على السنة وعلى الفستبيول اشوف في بين ولا لأ؟ اعمل بركشن لو عملت بركشن بعمل بركشن بعمل بركشن على السنان السليمة الاول اعمل بركشن على السنة السليمة الاول وبعد كده امشي لحد ما اوصل للسنة اللي فيها المشكلة اشوف الرسمونس الطبيعي عامل ازاي وبعد كده اشوف الرسمونس بتاعت السنة اللي هو بيشتكي منه حلو لقيت فيه سيفير بين مع البركشن يبوصلن حتة بريدونتايتس ايبكال بريدونتايتس دي بقى احنا بنتكلم في ايه؟ لا احنا الموضوع كده دخل في بريدونتايتس وممكن تيبقى الحالة خلاص؟ طيب جيت اشتغل اعمل بركشن ما فيش بين مع البركشن طيب جيت اشوف الموبيلتي لا مفيش موبيلتي بريدونتايتس مفيش ايه؟ اي حاجة مشاكل بريدونتا الفيطاليتي تاستنج بحالة شبه اللي معنا دي الحالة اللي معنا دي اده كتر اما ا��ع اعمل الفيطاليتي تاستنج في عندي كم طريقة؟ عندي كذا طريقة في عندي السنسيبيتي تاست او تاست الوال وارهوت والكولد والالكتريك تاستر الحاجات دي انا بشتك يعني المتاح بالنسباني منها مسللا ايها تاست الهوت تاست في حالة زي كده ممكن اسخن وراح حطه فين جوه اللي موجود ده. واشوف بتاعت البالب اكبرها ايه? لو مسلا العين لقيته اه حس بواجع شديد والواجع راح على طول ما طولش يبقى احنا في حتة طيب لو جيت حطيتها والعين نط من الواجع وواجع مستمر وفوضل ماسك ديرسو كده لا. طيب انا بالنسبة لي دخلت في حتة ايه? ان انا قعدت فترة طويلة شغال فترة طويلة وفيري شارب بين شارب بين جامد جدا مش قادر يستحمله. وانس بس انا عملت البتاع ده افضل فترة طويلة لحد ده ما الواجع هدي. لكن لو عملت ده والعين حس بس انا نجزت عشر ثواني كده والواجع راح. لاب احنا بنتكلم كده في تمام? طيب وانا بقى شغال. لقيت العين اعملت ده وما حسش بواجع يغير فترة بس ده خلاص وتشغل. بقى حاطت في دماغي برضو ان انا دلوقتي ما فيش بين مع البركش. فيش بين مع البلبيش. العين ما فيش بين عنده. العين الساعة والسخن ما بيطولش معه في الواجع. ولما عملت دلوقتي ايه اللي حصل? ما حسش ببين برولونجت بين. يبقى انا احط في دماغي كده وانا شغال. لسه هدخل على الحالة اهو. انا ممكن الحالة تبقى وممكن اعمل او اعمل الفول بل بطن. خلاص ارى اعمل ايه بقى? امد الانستيزيا. وحاطت الربر دم بتاعي. وشغال عامل اكسكافيشن واشيل كل الكيرز اللي موجود. اشيل كل الكيرز اللي على البريفرز اللي موجود. بعد ما اشيل كل الكيرز اللي موجود على البريفرز. اخش بقى في الحتة اللي انا حس انها قريبة من البل بقى. خلاص? اشيل الكيرز اللي موجود منه. لو انا كل المنطقة اللي حواليها دي كلها. ما فيهاش كيرز. والكيرز كله. والحتة بس اللي انا هدخل فيها دي حصر فقى اكسبوجر. ساعتها ممكن اعمل ضرق بقى. بس برضو ليه شروط معين. ايه هي? عايزكم تحفظوا الاسكيمة اللي انا حطيتها ديها دا كاترة. الاسكيمة دي مهمة جدا. الاسكيمة دي مهمة جدا. دلوقتي انا عندي ديب كيرز في الحالة اللي احنا قلنا عليه. من خلال الساينز والسيمتومز والدايجنوزز بتاعي. حشكت ان العيان دي عنده. زي ما قلت. انا شكت انه عنده ازاي? اول حاجة. انا بصيت. العيان بيشتكي من ايه? واجع مع السائع او السخن. واول ما بيبلع ولا حاجة الواجع بيروح. صح? طب الواجع بيطول? لا ما بيطولش. طب الواجع شارب اوي? لا مش شارب اوي. خلاص? طيب لما انا جيت بقى عملت واشتغلت. عشان اشيل مسلا انا اجرب كده بالهوت تيست ولا حاجة. حطيت بالكندنسر بتاعي. العيان حس بواجع بس ما طولش. بس حس بواجع. حس بواجع يعني السنة فيتل. ما طولش. يبقى احنا في مرحلة. تماما ده كاترة? طيب. خلاص انا عرفت من الدياجنوز بتاع ان هو عنده ايه? وحطيت الربر ده بتاعي. ودكتور رضوحمن قال ايه? هنشيل كل الكيرز. هنشيل كل الكيرز اللي في كله. معاكد هدخل على الكيرز اللي موجود ناحية البلب. طيب شلت الكيرز كله وحصل بلب اكسبوجر. حصل ايه? بلب اكسبوجر. لو انا عندي بعد ما حصل اكسبوجر. في الكافيتي بتاعي اقدر اعمل ايه? كافيتي ايه سوري. لو ما حصلش بلب اكسبوجر. والكافيتي عندي اقدر اعمل بتاعي ده. طيب لو حصل بقى اكسبوجر. لو حصل بلب اكسبوجر. لو احمر ما يبقاش مبيض. يعني بص كده حس ان فيه بلد جوه. يعني الجزء اللي جوه ده هلسي. طيب ايه تاني? طيب لو حصل لو حصل ده قاعد يعمل كتير. لو انا قدرت اعمل كنترول في ده اعمل اعمل كده. ايه تاني? لو انا بعمل كده وما فيش اي دنتين شبس دخلت جوه البلب جوه الاكسبوجر. يبقى ده برضو مؤشر كويس ان انا اعمل يبقى تاني. امتى اعمل لو انا خلصت كله ولقيت الدنيا ساون ده حوالينا ده مؤشر كويس ان انا اعمل ايه تاني? لو نفسه في لون محمر كده ولون البلد كده جوه يبقى ده برضو مؤشر كويس ان البلب من جوه ايه? ما حصلوش او ما حصلوش فايبروزيس. فقدر اعمل ده لو ده قاعد يعمل والبليدنج ده انا عملت كنترول ليه. ده مؤشر كويس ان انا اعمل لو انا بعمل ما دخلتش اي دينتين شبس جوه وانا بعمل جوه الاكسبوجر ايه اللي يحصل ده برضو مؤشر كويس ان انا اعمل حل? طيب ما لقيتش بقى الاربع شروط دول متوفرين. يعني ليت واحد فيهم مش مظبوط. لا يبقى ادخل على طول على الفول بلبطل. يبقى ادخل على طول على ايه? على البلبطل. يبقى تاني. انا دلوقتي عملت دياجنوز كده مبدئي ان الحالة دي بناعنا على الساينز والسيمتوم والايه? والسينستيف التيست اللي انا عملتها. حل? طيب بعد حطت ديت اناسيزيا ركبت الربر دان. اه شلت الكيرز اللي على البريفرس كله وجيت ناحية الجزء اللي انا حسه ديه بقى وناحية البلب وشلت الكيرز كله. ما حصلش اكسبوجر والدينيا ساوند اقدر احط ايه? كافتي وعمل بيز او ماعملش بيز ازاي من طيب 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 لو انا بقى دلوقتي حصل مني اكسبوجر طيب على حسب. لو حصل اكسبوجر والدينيا حواليها كلها ساوند والبلب نفسه لونه محمر كده وفيه بلد جوه البلب. والبليدنج لو في بليدنج حصل عندي ادي تتعملوا كونترول كويس وزن تو مينتس وما حصلش اي ديس بليسمينت الدينتين شبس جوه. يبقى ده كويس جدا ان هنعمل ايه بايه 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 تماما ده كترة طيب يبقى ده ايه الجزء بتاع زي ما قلت اللي بقى ده شروط دول لازم يتوفروا. الاربع شروط دول لازم يتوفروا عشان اقدر اعمل وابقى واسق ان شاء الله ان البروغنوز بتاع التريتمنت بتاعتها يبقى كويس. طب لقيت حاجة من الاربع دول مش موجودة. اعمل ايه? لا خلاص بقى هادخل على حتة البلبطون. يعني ايه? يعني مسلا دلوقتي ساوند دينتين حوالي الاكسبوجر زي الفولد. خلاص. وكونتين واس بلد حلو زي الفولد. بس ما قدرتش اعمل له كنترول. كل شوية ما اعمل كنترول واسيبه دلتين اشيل علي الشغال. ما بيقافش. كل شوية الشغال ما بيقافش. يبقى دي حالة بتقول لي ان في وممكن يبقى ايه? الموضوع ده اخش بقى ساعيتها ناحية الفولد البطل. اتفقنا دي كاترة. ماشي. يبقى حالة زي اللي احنا شفناها ديت. حالة زي اللي احنا شفناها. انا عايز اوصل لكم ايه? عايز اوصل لكم ايه? ان الحالة دي. اه من الاكس ري كده ممكن ميبقاش فيه اكسبوجر. طيب انا لازم اتاكد الاول ان البلب خلاص لازم الاول اتاكد ان البلب ايه? اتاكدت. خلاص? بعد كده اعمل احط الانسيزيا وراكب رابر دايين. وشيلي الكيرز اللي حوالين الايه? المارجنز بتاعت كلها وخش على الكيرز اللي في السنتر. حصر اكسبوجر. يبقى هنتعامل بقى الشروط اللي احنا قلنا عليه. ما حصرش اكسبوجر وديني كلها ساون. ده خلاص هعمل ايه? انتفقنا? طيب. يبقى ده التريتمنت اوشن اللي هعمله. طيب نفترض بقى ان العيان دلوقتي. انا قلت في الاول الدياجنوز بتاعي قلنا ايه? بس لقيت الشروط اللي اربعة دول في حاجة منهم مش متوفرة. يبقى هدخل على حدة. هدفع الجزء بتاع مين? حلو جدا? طيب. نفترض بقى ان العيان ده من الاول من الاساس. العيان ده من الاساس. الاعراض بتاعته كلها ايه? اعراض ان العيان دلوقتي لما باجي اه بيجي يشرب ساعة او سفر بيوجعوا جامد جدا. اللي وجع بيطول شارب جدا. ممكن نصحيه من النوم. ممكن يجي في اي وقت الدرس ينقح عليه. يحس ان الجنب كله بيوجعه. كل دي اعراض. ومن ضمن العراض دي كمان ممكن يبقى معها. تيجي تلمس السنة كده. خلاص. فكل دي اعراض تقولي ان ممكن يكون فيه موجود. طيب لما يحصل بقى وانا متأكد ان البشر ده عنده وهتعامل مع الحالة دي. الحالة دي سيمتوماتيك ارفيرزيبول بالبيتس. العين مش قادر لو اجب صحيح من النوم ساعة وصخنة بيوجعه وبيطول يبقى دي ايه سيمتوماتيك ارفيرزيبول بالبيتس. هتعامل معها ازاي? طيب ابص الاول كده. انا شاء ابص كده على ايه اخبار اللي مناديورة? اللي مناديورة كويسة. ما فيش اي بريب ولا حاجة. والفي ولا حاجة. بقى الدنيا عندي بتقولي برضو ان الدنيا الى حد كبير. حلو. اما اجه هتعامل بقى معه اللي فيه سيمتوماتيك ده. هتعامل معاه ازاي? زي ما بتقول. حصل عندي بعد ما شلتي الكارز وحصل. زي ما قلت. لو عندي البليدنج كنترول ده مؤشر كويس. بس في الريفيرزيبول بالبيتس كنا ممكن نعمل ديارك بالبكابين. لكن لو انا متأكد من الدياجنوزز بتاعي من الاول ان الحالة دي ايرفيرزيبول. ما فيش بقى ديارك بالبكابينج ولا اي حاجة من دي خالص. لو انا من الاول متأكد ان الاعراض بتاعت البليشنت ايرفيرزيبول بالبيتس. استبعد الديارك بالبكابينج خالص. تاني من الاول من الاول لو انا عارف ان الحالة بتاعتي ايرفيرزيبول بالبيتس استبعد الديارك بالبكابينج. ده مش حل. خلاص? طيب من اعراض البليشنت عرفت ان هو ايرفيرزيبول خلاص. وحصل اكسبوجر على حسب بقى. بعد ما يحصل اكسبوجر بعمل ايه? اشوف البالب تشو اخباره ايه? اشوف بتاعي اخباره ايه? اشوف لون البلود نفسه عامل ازاي? اشوف بتاع اخباره ايه? كل دي حاجات تقول لي. اذا كنت ممكن اعمل بالبوتومي ولا لازم اعمل او ده اللي بيقولي. خلاص? يبقى تاني. من الاول الدياجنوزز ده هو الاساس. هو الراس بتاعت الموضوع كل. لو الحالة بتاعتي على حسب حصل اكسبوجر. اعمل اللي ايه? اتأكد من الاربع شروط دول. الاربع شروط متوفرين اعمل در الطوال بكامل. الاربع شروط مش متوفرين. والحالة يبقى اعمل بالبوتوم. طيب. من الاول خالص شلت الكيرز محصلش اكسبوجر. خلاص اقدر اعمل ايه? طب من الاول بقى خالص الدياجنوزز بتاع بيقولي ان الحالة دي وشلتر كيلز والدنيا نظيفها وحولين الكيرز وكل عاجة ده. اعمل ايه? يا اما بالبوتومي وليش روط معينة? يا اما بالبكتومي او فيدروت كانال تريدينت. اتفقنا? ماشي. يبقى لو حصل اكسبوجر. هو لازم يحصل اكسبوجر طالما هي في عندنا لو البلب بتاعي كونتينوس والبليدن كنترولد وزن 2 مينتس. ولونه كده فاتح مش لونه غامق. يبقى اده برضو بتاعه كويس انه هو ان شاء الله يبقى ايه? البلبوتومي هيبقى كفاية ويعمل لي ايه؟ اه تمام? طيب لو انا جيت بقى اشتغل في حالة شبه اللي بنتكلم فيها ديها. خلاص. شلت الكيرز وحصل اكسبوجر. وليت بليدنج كتير جدا. اول الحاجة باشيل الايه? الكورونا البالبتيشو اللي موجود. الكورونا البالبتيشو. الكورونا البالبتيشو. بعد ما يشيله يعني بعد ما عمل البالبوتومي. بحط كوتن ممكن بسالين او وايبوكلورايد. واحطها واسبها ديئتين. خلاص? بعد ما ديئتين دول ما يعدوا. اشيل القوت. لقيت ان البالب عندي حصل اه البلد كلوت والبليدينج ويف. يبقى ده مؤشر كويس ان الحمد لله ان الانفكشن او الانفلميشن كان اغلبه في البالبتشنبر. فانا شلت معظم الانفلميشو. وحصل كنترول البليدينج ساعتها اقدر اعمل امتقي بلبوتومي. طيب برضو ايه المؤشرات اللي تقول لي اعمل بلبوتومي زي ما قلت? ايه المؤشرات اللي تقول لي? اول حاجة لو قدرت اعمل كنترول البليدينج وزن تو مينيس. عقل من اتنين لاربع او خمس دقايق. من اتنين لاربع او خمس ايه دقايق. خلاص اقدر اعمل كنترول البليدينج في الوقت ده. ده رقم واحد. رقم اتنين لونبليدينج. شكله اعمل زي له لونه غامئ. وعمل يعمل كده كتير. يبقى ده مؤشر ان فيه مناهيه. ده غيط جوا الروت يبقى مش هقدر عامل بلبوتومي بس. ايه لو الفريكونسي البلد كتير جدا وما كان يعتذره كبيرة جدا و照 for that's function, برضوه ده مؤشر ان انا عندي ده كبير اهوه. فممكن يبقى دخل بله المخدار الروت. وممكن البربوت مايبقاش هو الكفاية وأصبح هو العلاج المناسب لي اختفن يا شباب طيب بعد كده لقيت الحمد لله حطت كوتون واستنيت دهتين او تلات دقايق ولقيت الايه ديني الحمد لله حصل البليدنج بتاعي وقف خلاص احضر بها الامتي ايه بتاعي واعمل امتي ايه بالبوتومي هي سنة ماتيور واعمل امتي ايه بالبوتومي واكمل شغل عادي خالص وحطي وخلاص وفلق مع العيين خلاص طيب مشكلة الحالة دي برضو في الامتي ايه بالبوتومي ايه مشكلة الحالة دي في الامتي ايه بالبوتومي ان انا عندي هيبقى فيه جزء كبير من السنة بدل بروكن داو هيبقى عندي جزء كبير من السنة بدل بروكن داو ونصيحة لكم بقى ما ديجوا تعملوا امتي ايه بالبوتومي يستحسن يكون عندي الولز بتاعتي كاملة يستحسن يكون عندي ايه الولز بتاعتي كاملة ايه ما اعمل بقى build up من الاول خالص ايه ما اعمل build up من الاول خالص تمام او بعد ما احط اللي اعمل لازم اعمل كويس جدا جدا جدا. عشان حالات مثلا في الحاجات الكلاس وان لو انا عندي كلاس وان كده وعمل بتاعها احسن من او الحاجات كل ما يحصل كتير ويحصل كتير للسنة ممكن يحصل من تحت ويفلير الامتي ابا البطم بتاعي. فحاول على قد مقدر بعد مخلص البلبطمي لازم اعمل ايه? كويس جدا جدا جدا. خلاص لما تجي تعمل ايه بلبطمي برضو متحاولش تزوق الامتي ايه جوه الكنال. متحاولش تدخله جوه الكنال. خليك بس فين? فالبالبالشامبر بس. تقعدش تعمل جوه عشان لو لا قدر الله فلير. اقدر اعمل وقدر ادخل جوه الكنال بسهول. متقعدش تزوق الامتي ايه جوه عشان المضايب اسهل عليك. ماشي? ايه تاني? لو لا قدر الله بقى ايه? انا جيت خلاص اه حاولت ان انا اشوف كده هعمل بلبطمي ولا لقى? لقيت البريدج ما بيقفش. لون البلاط غامق. الفريكنس بتاعه سريع. اه استنت لحد خمس ده والبريدج ما وقفش. خلاص بقى ساعتها احتاج بقى اعمل ايه? كومبيليت روت كنال تريتمت. لازم اعمل روت كنال تريتمت كامل. طيب في الحالة بقى اللي زيق الشابه دي. دكتور اعمل امتي ايه? اه ميكس ازاي? ماشي. اه بنجيب في عندنا نوع كتير من الامتي ايه? في حاجات اه مسلا تحسي شركة سيركا ميت ده كويس انا بستخدمه لوه الامتي اي بلس. ده كويس. في عندنا الانجلس. في عندنا البرو روت. الحاجات اللي موجودة في السوق. في عندنا ويروت. في عندنا اه اه ريترو امتي ايه? وفي ارسو امتي ايه بتاع شركة بيبودينت. في حاجات كدير ايه مع كدير. انا بستخدم اللي هو الامتي ايه بلس بتاع شركة سيركا ميت ده. اللي هو البولندي. حل? طيب بنعمله ازاي? احاول على قد ما تقدر الميكس بتاعك يبقى سيك. يبقى ايه? فيري سيك ميكس. يبقى عامل زي ايه? يبقى فيري سيك ميكس. بحط البودر وعليه نقطة ديستل دووتر. نقطة. حط نقطة. حسيت ان هو عايز الميكس عايز نقطة كمان حط نقطة. ما بنحطش كمية. لا بنحط بالنقطة. خلاص? نقطة بس كده واعمل ميكس. شوف الميكس عبره. لحد ده ما يبقى ممكن يبقى لحد ما فيري يعني دراي خالص كده. ما فوش غير حاجة بسيطة خالص كده ويت. اما ديك بتعمله ابليكيشن بقى على الجزء بتاع البلد. جزء بتاع البلد ده او البلد كولوتر اللي موجود بيحاول ان هو يعمل ايه? بيطر الميكس بتاعك كده شوية. لكن لو انت جيت عملت او اه اسم ايه لايت ميكس كده او سين ميكس. اللي بيحصل ممكن ندخل جوه ونحطه على البلد كل ده يدوب. بقى انت شغال لازم بتعمله فيري سيك ميكس. تمام? اللي هو بعد ما خلص اقدر ايه? اكومه على بعض وكده اعمله زي هارن كده. خلاص? حتى بتاعه هو فيس كده بيبقى اسهل بكتير. خلاص? وكده portfolio بتاعت البلود وكده وبتاعت البلد. نفسها بتعمل ايه? بتسرع بتاع اليمتي ايه? تمام? طيب? ااح حاجة كمان. ااااا خلاص بقى قدよね احين تقاتي اليمتي ايه? اما اجقد بقى ا liberty اعمل كده? اااacherели nine period نظري الشكل الأنسيزية في المكس بتاعه ليتهي. هو المكسب بالطرف مش آما هو المكسل التاعه مع ديستلدووتر. يعني هو احنا عيزيين هو محتاج المكون الرئيس الووتر عشان يحصل له هايدريش يا عشان يحصل له ايه هايدريش. po свой العنسيزية والحاج 건 دي انا بدخل المكونات تانية انا معرفش عنها حاجة. خلاص? يعني الصالين والااااا والاااااااا والاااااااا تانية ممكن تأثر على بتاعة الامتي خلاص في بعض الاحيان بنعمل بصلاين وكده بس برضو الاصح اللي بقوله لكم برضو عشان وانتو شغالين انا عملت حالات بصلاين وعملت حالات باناسيزي قبل كده بس برضو اللي هو ايه لا الاصح ان انا اعمل ايه بديستال دوت والحالات انا عملتها ساكساس وكل حاجة ولكن لا الاصح انك نعمل بديستال دوت اتفقنا ماشي خلاص احنا قلنا لقدر الله لقيت البليدنج بتاعي ما بيوقفش والدني عندي شغالة ومش عارف اعمل كنترول البليدنج والبليدنج لونو دارك وكده خلاص اعمل مشكلة ايه بقى السنة ديت في الروت كانت بتاعي اول حاجة في الاكسس احنا كنا مفروض نقولها من الاول الاكسس البلب فيه شوية بس اللي هو ايه على قد ما قدر وانا شغالت في الاكسس بتاعي اخد بالك اشيل الكيرز الاول والكيرز هو اللي هدخلك ع البلب الكيرز هو اللي هيعمل اكسبوجر بعد ما تعمل اكسبوجر تعمل تعمل باقيد عجل قادما liberal باستخدام الاندوزيبير خلاص الاندوزيبير هتبقى كويس معيك عشان ما تعملش اي في الفلور تمام يبقى انت شغال في الاكسية بتعسلنا دي وانا شغال بنراحة خلاص كده شيroit كيرز الكيرز هو اللى هيدخلنا على البالب مراقش نسعيب الكيرز داخل من حتى تاني تمام بعد ما شيلك كيرز حصل الاكسبوجر بالاندوزيبير هعمل دي روفنج كومبليت دي روفنج اشيل كل الريف اللي موجود فين الروف اهو هو ده الروف اهو اشيل كل الروف اللي موجود ده ليه عشان نكشف البالبال فلور كله حب ماشي بقى يبحالة زي كده يا شباب بقى اما اجعل لها بقى ايه روت كانت تريد من ايه مشاكلها زي ما قلت قلنا دي هتبقى في الاكسس لونج ميزيا روت كل ما روت يبقى طويل كل ما يبقى صعب في الشغل كل ما روت يبقى طويل كل ما يبقى صعب في الشغل بعد كده الروت زي ما انتم شايفين هل الروت ده هعمله زي الروت اللي هو اللي بيبقى العريض لأ طيب من تحته دي برضو اخد بالي من ايه تاني يبقى انا بالنسبالي حددت النفس كده المشاكل اللي هابلها في الحالة دي ايه هي زي ما قلت والكنالز عندي يبقى قبل ما بتدي اشتغل انا عارف بتاع الحالة دي عارف ان الحالة دي صعبة عشان كده لما حد جابها لي وقال اشتغلت طول لا ما تشتغل هيش لسه برضو ما عندوش الخبرة الكافية مش معنا التولز الكفاية اللي نقدر نشتغل به وهنعرف ايه هي التولز دلوقتي تماما ده كاترة ماش هديني تمام كنترول البليدينج باي فايف بوينت لأ لأ بنعمل كنترول البليدينج بالوان برسنت انا عايز الهايبوكولوريت بتاعي بتاعي اقل حاجة عشان ما اثرش على البال بتشو نفسه اللي معجود في الجزء خلاص وممكن اعملك بالااا بااا بقطنة عليها مية عادية خالص واعمل اكني بعمل او في عندك اي جرحة ولا حاجة بينزف انت بتعمل ايه مش ده كفاية لوحدة انه هيعمل خلاص احن سعب نستخدم هايبوكلوريد او الانسيزيا الانسيتيك سوليوشن عشان اللي فيه عشان يعمل ايه? ايه? حاول يعمل ايه? ويقفل البتاع اللي عندي ده البليد. تمام? ماشي. طيب خلاص حامل نروض كانت الريتما تعرفت اللي هتقابلتي. قلنا زي ما قلنا في الاكسس كافتي بريباريشن كيرز دريفن نانا نشيل الكيرز والكيرز هو اللي داخلنا هالبالب. اندو زي بير زي ما قلت كومبليت دي روفينج. ليه قلت ليه قلت ستريتلاين اكسس? الحاجات ده كاترة اللي بتبقى عندي. الروت عندي فيري سن. ويبقى عندي روت كيرفت بالشكل ده. لازم الاكسس بتاعي من فوق يبقى ستريتلاين اكسس. انا مش ناقص حاجة تضيقني من فوق وانا دخل جوه الكنال يعني اي وال مثلا ميال كده مش عايز الفوال يخبط في اي حاجة وبدخل جوه الكنال. يعني الكنال صعبة جدا وانا بصعبها على نفسي وببوز الاكسس بتاعي وبخلي ايه? لا انا عايز اخل اكس باعي او كمان. عشان يبقى الفايل داخل دايرت على الكنال. عشان يبقى الفايل داخل جوه الكنال. ما يطلعش ابرا الكنال. يبقى احنا كل اللي عليه من جوه الكنال بس. ما فيش اي على منين? من يبقى لازم اعمل يبقى في الحالة دي بالزات لازم الكنزيرفاتيب اكسس في الحالات اللي ازاي دي? لا ده وحش. وحش جدا. ماشي? طيب. فتحت الاكسس تمام. عايز اعمل بقى مشكلة زي ما قلت في الحالة ديت. في الايه? في الكنينج انشابنج والاكتوريشن. هتعمل ازاي? اول حاجة. الوقت هي تكاتر. تركاية حلوة لكم. الحالة اللي احنا بنتكلم فيها دي. دي ما انتم شايفينها كده. ده كام كنال. بنسبة كبيرة تو كنالزي صح? طيب. والتو كنالزي دول ايبقوا سهلين ولا صعبين? ايبقوا صعبين? صعبين اوي? اه صعبين اوي. طيب. هتعامل معهم هما الاتنين مع بعض? ولا اشوف كده يمكن ربنا يكرم ويكونوا تو كنالزي دول طيب تو. طب هعرف من اين تو كنالزي دول طيب ان انا صور بشفت. طب لما صور بشفت ميزيال او ديستل شفت هشوف ايه? لو الكنالزي هما الاتنين سيبرت عن بعض? يبقى دول طيب سري منفصلين. هتعامل مع التو كنالزي مع بعض. طيب لو لو لات الحمد لله التو كنالز طيب تو في الحاجات اللي صعبة لزي دي. يبقى حلو جدا. هشوف الكنال السهلة السهلة وهشتغلها للفول ووركينج لينس. والكنال الصعبة هشتغلها لحد النقطة اللي بيتقابله عن ده. فبدل ما ابتدي من الاول وانا مش عارف ان التو كنالز دول طيب ولا طيب سري. واشتغل الاتنين على فول ووركينج لينس. وابقى عرضة ان يحصل عندي مشاكل في التو كنالز. لا. طب ما تشوف الاول كده يمكن التو كنالز دول يطلعوا طيب تو. ولو بتلعوا طيب تو يبقى انت كده وفرت على نفسك في كنال من الاتنين بدل ما توصل للفول ووركينج لينس. هتوصل على لينس اقصر. صح ولا لا? يبقى انا بالنسبالي في الاول انا بجع عبدالرحمن يجي حالة زي كده. افكر فيها ازاي. اما اشوف الاول الكنالز دول اكبرهم ايه? هما طيب تو ولا سيبرت? طيب سري. اروح نصور بشفت. عامل ميزة لشفت كبير. وبص كده على التو كنالز. لاتهم هما الاتنين مفصلين عن بعض. لا يبقى حظ بقى وحش. حظ وحش ليه? ان هاشتغل اتنين كنال صعبين على الفول لينس. طيب ربنا كريم بقى وليت الكنال طيب تو. طيب تو. اعمل ايه? يبقى حلو اول. هشوف انهي اسحل كنال فيهم واشتغلها على الفول ووركنج لينس. والكنال الصعبة. الاصعب اللي فيهم هاشتغلها لحد فين? لحد النقطة اللي هيتقابله عن ده. حلو جدا? تمام. يبقى انا في الاول اتأكد ان هما طيب تو ولا طيب سري. او هما طيب تو هاشتغل الاسهال لي. الاسهال لي يعني ايه اسهال لي? يعني مور ستريت. او مفهاش مشاكل كتير. او اوسع شوية. يعني اكتر. وتكون واسعة اكتر. تمام? ده بالنسبة للكنال الاسهال. خلاص? اللايف هتحافظ اوه. اللايف هتحافظ. تمام? يبقى احنا دكاترة. بالنسبة لها ما اجيه اشتغل حالة زي كده. اشتغل الحالة ديت ازاي? خلاص انا هعمل روت كنال تريتمنت فول روت كنال تريتمنت. اعرف الاول ان الميزيال سدول طيب تو ولا طيب سري. هتفرق معايا جدا. خلاص? في وفي كل حاجة. خلاص? نقول ان شاء الله الحمد لله لقيتهم ان هما الاتنين طيب تو. هشوف الكنال الاوسع اللي فيهم. واللي هي مور ستريت ودي اللي هاشتغلها الفول ووركينج لابس. حلو جدا كده. ماشي. طيب. يبقى حتة الطيب تو دي هتنفعها. وهم طيب تو. قادر اتسافت بها. زي ما قلت. الستريتلاين اكسس في الحالات الصعبة اللي زي كده. لازم ايه? اعمل لا اكسس. مععملش اكسس او او اكسس. او اكسس او جنته كلها ممكن في الحالة اللي زي دي. لازم اعمل ايه? اكسس. بعد كده اعمل حاجة اسمها سكاوتينج اعمل ايه? السكاوتينج. الاسكاوتينج ده بتعمل ازاي? السكاوتينج ده بتعمل ازاي? اجيب فايل عشرة. وارجح مدخله جوه ال polymer. الكنية المسلا. الكنية المسلا. ميزي بقى الكنية. وروح داخل كده بالراحة. ما اعملش اي فورس على الفايل. ادخل الفايل باسف خالص كده. واشوفه كده. اغبار الدنيا ايه? الدنيا طايت? ولا مش طايت? طيب فايل عشرة بينزل معي بسهولة ولا بصعوبة? طيب فايل عشرة حسوا كده بينزل للفول لنس ولا لا? بالراحة كده. بعمل بستكشف. ما اعملش اي فورس خالص. تمام? طيب اخذ الوورك انجلينس دلوقتي ولا استنى شوية? ايه رأيكم? اخذ الفول الوورك انجلينس بتاعي? اخذوا دلوقتي ولا استنى شوية? لا ادخل و我們 لازم استنى. في الحالات الي اbey per this. ليه? ان الحالات اللي فاكر au feature. الحالات اللي فاكر au feature فيها ايه? مشكلتها في ايه? ان ايه? ال feature ده بعد ما بخلص ال covariance بتاعك بتلاقي تغير. يعني ايه? يعني مثلا انا بدل اخذ مثلا طريق طويل ومعوق. خلاص? ومشيت فيه وسعته. Encourage وبعد ما خلص توسيع الطريق. بيمبقاش معوق قوي. فالمسافة نفسها بتقصر. يعني بعد ما بخلص بتلاقي قصر. فلا ما تاخدش في الاول. استنى على بتاعك شوية. استنى في الحالات اللي زي دي. استنى على بتاعك شوية. اعمل ايه يعني الاول? باعمل حاجة اسمها ايه? كورونا الفلايرين. باعمل كورونا الفلايرين ايه? شايفين اده كتر هنا في عندي هنا حاجة اسمها شايفينها? زي ما قلت انا الاكسس بتاعي ستريت لاين اكسس. ستريت لاين اكسس. حلو. في عندي هنا مطب في اول الكنال. لو ده انا عايز اشيله. وعندي الكنال مش نازلة كده مرة واحدة لا. جاية كده لفة كده. كنال ايه? جاية لفة كده. يبقى انا محتاجة اعمل كورونا الفلايرينج عشان اخلي الفايل داخل على قد ما يقدر. طيب يبقى انا محتاجة اعمل ايه تاني? ها? اشيل وخلي الجزء الكورونا ده خالص عشان الفايل بتاعي يدخل مرتاح. ما يبقاش في اي اي ستريس عليه كورونا. اتفقنا? طيب هعمله بمين? بالاورفز اوبنر صح? مش الاورفز اوبنر رب يعمل الكلام ده? طيب الاورفز اوبنر بالنسبة لي. لو انا جبته اورفز اوبنر زي اللي على الشمال ده. احسن ولا لعليمين? في الحل اللي زي كده. الاورفز اوبنر وتيبر. ايفرق معايا ولا لا? احد يرد علي. الاورفز اوبنر على الشمال اللي هو الازرق ده احسن ولا لعليمين? في الحالة زي دي. ايهما افضل الناس اللي معاي. الازرق افضل? ولا الله بيض ده? تاني. تعال ايه مبرو? اليمين? مني زوج? عشان ما اعملش اليدش? اليمين? مين تاني? الازرق? احاول اولاقات الا بالله. ازرق ليه اولاد? الشمال برضو? انت مش بحب لون يا سيف والله مش عالله. ايهما احسن في الحالة زي دي فكره كده بس. اخدوا وقت كده فكره. عندي حالة عندي حالة. عندي حالة. الله عليك. مين يوسف ده بقى يوسف محمد ده. مش عايز الاكبر في حاجة ومش عايز الازرق في حاجة. وفي بتاعته في حاجة ايه? انا اطلق بط. العليمين. ماشي هاجر. شكرا يا هاجر. هيفرق يا دكتور الازرق. هيفرق طبعا يا جماعة. بصوا بقى. الحالات اللي زي دي? الحالات الجامدة اللي زي دي كده. لازم ابقى واخد بالي من حاجة. ده اول واحد ايه? هيدخل. صح? اول واحد ايه? هيدخل. طيب انا بالنسبة لي. الله ينور. تمام يا هاجر. انا بالنسبة لي ما اجا شغال حالة زي كده. لو بتاعي. تخين قوي. بالشكل ده شبه الازرق. والتب بتاعته ادخن. لا مش عايزه في حاجة. ليه? هيكل من الدنتين الكورونا ده قوي. هيعمل لي دنتين. خلاص? تاني. انا الجزء اللي في الازرق ده بالزيت. الازرق ادخن من اللي هو الناحية التانية. الناحية التانية ده بتاع الامو برو وده بتاع الفانتا. الفانتا بلو. خلاص? بتاع الامو برو حلو جد. ليه? بتاعته اصغر. بتاعه حلو. بتاعه foreground. وتهبار بتاعه اقل. يبقى التب سايز اصغر. وتهبار بتاعه اقل. يعني ده تبار наين ده تبار تويلف. يعني الام برو ده trapper تبار ناين. وبتاع الفانتا ده تبار تويلف. اما اجري اشتغل في حالة بالمنظر ده. اما اجري اشتغل في حالة بالمنظر ده. محتاج تيب صايز صغير ومحتاج تبق قليل. خلاص? في القرفس اوبنر بتاعه. فهمنا? يبقى انا بفضل ده. بفضل مين ده. لكن ده هياكل من البريسة وفاكل دنتين جامد قوي. وهيعمل لي ويكننج للروت. يعمل لي ويكننج المين للروت. لا خليني في ده احسن. خليني في مين في ده احسن. خلاص يبقى لازم افكر برضو انا شغال. الاورفس اونار بتاعي ده. لا ده هيئذي الروت. مش عايزه. لا انا عايزي الحناية نكتقني ده. اللي هو اعتبر بتاعه اقل والصيص بتاعه حلو. حلو جدا. اما اجي بقى اشتغل بالاورفس اونار. ادخله على الان هو لنس. انتو متعودين انكم ما بتقسوش الاورفس اونار. صح? الاورفس اونار مالو ما بتقسوهوش صح? طيب الاورفس اونار بقى في الحالة زي كده. مش انا لازم اقيسو. لازم اقيسو ليه? انك لو دخلت بالاورفس اونار ده. لو دخلت بالاورفس اونار ده. جوا الروت لحد مسلا الحتة دي. انت هتكون دمرت جزء جبير من الدنتين. هتكون دمرت جزء جبير من الدنتين. يبقى انا الورفس اونار في الحالات اللي زي دي اشتغل بيه بس جزء الكورونا السير. لحد مسلا الحتة دي كده. لحد الحتة دي بس كده. حلو او. وظيفة انه يعمل ليه? يخليل الجزء الكورونا الستريت. عايز اشتغل الحتة اللي فوق بس. مش عايز اعمل ايه? لا ما يدخلش لحد. بص مش يدخل لحد ما يحس برزيستنس. لا. انا بس جزء عندي الجزء الكورونا اللي هو اللي يدخل فيه بس. في الحالة اللي زي دي. ما ما انزلش تحت لانه كل ما هينزل كل ما الحتة التخينة اللي فوق بتاعت الفايل هتقطع في الدنتين اكتر يبقى انا ما عملتش ايه. انا عايز احافظ على الدنتين بتاع الروت. عايز احافظ على الدنتين بتاع الروت في الحالة المهببة دي. ماشي? طيب. يبقى انا محتاج فايل رفيع وما يكونش اتبر بتاعه كبير كاورفس اوبنر. وما يدخلش التحت قوي. يبقى اخره بس الجزء الكورونا. ما تدخلش بيه التحت قوي. هل? ماشي. يبقى انا الصيز يبقى صغير زي ما انا كاتب كده. الصيز يبقى صغير. التبر يبقى اقل تبر في الورفس اوبنر زي اللي عندي. انا بس انا عندي كزا سيسة. اختار اقل تبر فيه. هو ده اللي يدخل. والتبس التعوه ما تدخلش بكتير. يبقى اجرست الجزء الكورونا بس. ماشي? طيب. زي ما قلت الورك انجلينس يا شباب. ايو. الموفمنت. هنتكلم عن موفمنت دلوقتي عبد الرحمن حاط. خلاص. ايوة. تمام. زي الفول. ايو. الورك انجلينس زي ما قلت. الورك انجلينس ارضه في الاول ولا استنى شوية? اتقل شوية? لا استنى شوية. طب وما لها اشتغل بالفعلات ازاي? بص على الاكس ري اللي قدامك كده واخد الافردج وورك انجلينس. يعني ايه? هات فايل بتاعك. هات الفايل بتاعك المانوال. ويس من اول الرفرنس بوينت. لحد تحت هنا. قد ايه تقريب. مفترض ان الانس مثلا سيء اتنين وعشرية. او عشرية. همفترض ان هو كام? عشرية. عشان اشتغل حاجة زي كده. عشان اشتغل حالة زي شبه المنظر ده كده. اوعى ابدا تدخل الفايلات اللي هي الشابينج على الفول وورك انجلينس. اوعى تدخل الفايلات على الفول وورك انجلينس. او ممكن تقيس بالسنسور. ماشي. يبقى انا ممكن اقيس بالسنسور اشوف الفايلات اللي هي بتاع السنة دي. مثلا نسيه اللي هي عشرين. خلاص? اللي هي كام? عشرين. طب انا دلوقتي اشتغلت في اجيب بقى لعشرين تبرفور. وادخل بقى وصر على الفول وورك انجلينس. لا. مش عايز اعمل كده. هشتغل ازاي? هشتغل حتة حتة. هشتغل ايه? حتة حتة. دلوقتي اعملت الجزء كورونا بالاورفس اونا. عايز اعمل انزل بقى تحت شويةع اوسع تحت شوية aqusi الجزء الميدل. وبعد كده انزل تحت خالص اوسع جزء الایبكال. ليه? الجزء الايبكال ده كرفد وطايت. لازم اشيل من على الفايل بتاع كل الاستريسال اللي فوق التلت الاخير ده. يبقى هشتغل كورونا وميدل وابعد كده ابيكال اللي هو الكراون داون تيكنيك. اللي هو ايه? الكراون داون تيكنيك ده هشتغل ازاي? هشتغل الكراون داونة ازاي? فيها عدينا حاجة حلوة اسمها ايه? فيه تكنيك اه ميش انقول دي برضو بايزاوية. بس ازاي ما اتفقنا. احنا هنشتغل الحالة دي ما اتدخلش الفايل على الفل لنز في الاول. لا اشتغل كورون. اللي بعد كده ميدل وبعد كده اشتغل اي بي كده. يبقى انت كده اشتغل وانت مرتاح. حلو? طيب طيب اعمل الكلام ده ازاي? دلوقت انا عندي الارفاس امنا ده دخلت بي الجزء كورونال. بعد كده في عندي الفايل تن. بعد ما عملت الجزء كورونال احاول يعني ادخل بفايل تن لحد ما يوصل واعمل ارجيش. عشان اسلك اي حي بريد يدخل جوه الكنال الدقيق او اللي ايه? وروت الرفايع ده. خلاص? بعد ما عملت كده هعمل ايه? هتروح جاي بفايل عشرين تي برفوع. او لو انت بقى راجل جايب كده محترمة هتلاقي فيها باس فايل. تدخل بالباس فايل ده يعني مثلا تلتين اللنز. يعني مثلا اللنز مثلا اللي في دماغي عشرين. ادخل على خمس. خلاص? ادخل على كام? على خمستاشة. بعد كده ادخل بعشرين تي برفوع على خمستاشة. بعد كده ادخل بخمسة وعشرين فور على خمستاشة. خلاص? يبقى انا كده اشتغلت خمسة وعشرين فور لحد لنز خمستاشة. وبين كل فايل والتاني بعمل ارجيشن. وبدخل بفايل عشرة هنزل كده لحد اللنز ال 20 اللي هو اللي في دماغي خلاص لحد ال انسي كام ال 20 اللي هو في دماغي يبقى انا بعد كده بستردن فايل عشرة اعمل بي زي كده اشيل اي دي بري جوه خلاص بعد كده لو عندي جلايل باس فايل مثلا 15 تبر فور خمستاشر تبر سري هدخل بيه على مثلا الانسي 15 بعد كده 20 تبر فور على الانسي 15 25 على الانسي 15 بلاش ثلاثين فور. خلينا خمسة وعشرين فور بس اتحدد لها. حلو جدا. ماشي. بعد كده اعمل ايه بقى? كده انا وسعت تلتين الكنال اللي فوق. فاضلي بس الجزء الابيكال. ساعتها بقى خد يا باشا الفول الورك انجلينس بتاعك. ساعتها خد الورك انجلينس بتاعك. يعني مثلا اللينس بتاع دلوقتي انا كنت عامله على عشرين. خلاص دخل الفايل بتاعك على عشرين او اسم الابيكس روكيتور. هتلاقي الفايل بتاعك داخل جوا الكنال مش جاب غير في الجزء الابيكال بس. لا انت بقول هنا الممكن تقفل الجزء الابيكال لا ما انا قلت لك بين كل فايل واخرى. هندخل بفايل عشرة نسلك. نسلك الكنال على اللينس اللي في دماغنا. اللي هو تقريبا عشرين. يعني بين كل والتاني اعمل واسلك الكنال بفايل كام؟ بفايل عشرة عن اللي في دماغنا اللي هو مسلا عشرين. خلاص طيب بعد ما انا بقد اخلت وسليكت وكلام دا كل وصلت الخمسة وعشرين فور على لنس خمستاشر خد بقى اللنس بتاعك حط الفايل على لنس عشرين وراح صور حط الفايل وايه وراح صور اكس راي صورت اكس راي لقيت اللنس بتاعي مزبوط يبقى فعلا اللنس بتاع ده ده اللي هشتغل عليه ليه لان ما فيش اي ريزيستنس كرونل وميدل موجودة واللنس بتاعي مش هيتغير لحد ما خلص بريباريشن خلاص الزون تكنيك بس انا انا الزون تكنيك هو بيعملها بيقسمها لك و هتتتين الزون تكنيك نوعى بص رايerk اللي انا تكلمت عليه هاتس مو الزون تكنيك اسمها ايه الزون تكنيك ان انا هشتغل لحد بداية الكيرف ومن بداية الكيرف حد تحت ده جزء الواحد. انا جسم الكنال بتاعت او وروس بتاع هتتين الجزء الموري ستريت ده الجزء اللي فوق وهخلصه زي ما انا قلت كده والجزء اللي تحت ده اللي هاشتغل فيه لوحد اتفقنا يبقى هنا دلوقتي عملت ايه. تاني تاني عملت الجزء كورونال بالايه ؟ بالأورفنس أبنا الجزء كورونال بس بعد كده دخلت فايل عشرة عشان اشيل لو فيه اي ديبري وعملت إرجيشن بعد كده دخلت لانه عندي جلايت باس فايل ممكن ادخل مثلا بخمساشر تيبر فور او خمساشر تيبر سريد هدخل لحد بداية الكيرف اللي هو تقريبة مثلا لنسي خمستاشر خلاص بعد كده اروح اعمل إرجيشن ودخل بفايل عشرة على لنسي عشريد بعد كده الريجيش. بعد كده روح دخل بعشرين تبر فور. وبالراحة. خلاص طيب بعد كده اعمل ايه الريجيش. وادخل فايل عشرة على الانسى عشرين. بعد كده خمسة وعشرين تبر فور ونفس الكلام. يبقى كده الحتة اللي فوق السيجمينت اللي فوق الخط الأصفر ده. والساعتها كويس جدا. خلاص. بعد كده بقى ديكي اتدخل فايل عشرة. هيجيب ريزيستنس بس في الجزء الايبيكر. مش هيبقى فقه ريزيستنس الصفو. خد الوروكينج لينز بقى بتاعك وقته. صور اكس ري خدت الوروكينج لينز. بقصيت عليه كده لديت الوروكينج لينز مسلا بتاعي زي ما انا وقت كده عشرين. هروح جايب الخمسة ارتبار فور او خمسة ارتبار سري. وداخل العنف والفول انجلينز. طب انا ما عندش خمسة ارتبار سري. اشتغل بقى اعمل الجلائيека باز بقى المانويل. عشرة وخمستاشر وعشرين. اندخل بيهم بعد كده ادخل عشرين تبار فور وعمل وخمسة عشرين تبار فور وعمل خلاص يبقى انا كده اسمت الكنال جوز ايه خدت التلتين اللي فوق اللي هو قبل بداية الكيرف والتلت اللي تحت اللي هو الجوز الابيكل مع الكيرفيتشار بتاعه ده زون تكنيك طيب هل الزون تكنيك ده انا ممكن اعمله على تو ستيبس زي ما انا عامل كده يعني هل انا ممكن اعمله على تو ستيبس بس كده لأ انت وقتا ما تحس مسلا ان فايل خمساشر او عشرين انت بار فور واقف مسلا انسي ل حد الحتة دي خلاص اشتعل لحد النقطة دي بس وبعد كده يانزل اكتر مرحلة تانية وبعد كده يانزل لمرحلة اللي فالي وهل مشكلت زون تكنيك ده وقسم احل الحتتين انت ان شاء الله تقسمها خمس اجزاء برحتك انت برحتك خالص طالما لو انا حس ان الفايل على الاسترس لا مستعجلش طالما لو نحس ان الفايل على الاسترس مستعجلش خلاص قسم الكنال كزا جزء إبراحب ان شاء الله اسمهم خمس اجزاء. براحتك. انا مشكلت هنا. روت طويل. روت طويل. والكنال دي. فلو انت حاولت تدخل على الفول من الاول. يبقى عندك كنال كيرفت وطويلة وديقة. ودخل على الفول لنس. والفايل على استرسم الاول ولا اخره. يبقى الفايل هيكسر هيكسر. خلاص? يبقى انا لازم نعمل ايه? اسهل على نفسي. قسم الكنال حتتين تلاتة اربعة زي ما انت عايز. شوف الفايل عندك بيخل. بسهولة ومن غير استرس لحد وكمل بناء عليه. يعني مثلا ايه? عند عشرة ميلي. لقيت الفايل داخل كويس. بعد العشرة ميلي الفايل بيعاني. لا خلاص اشتغل لحد عشرة ميلي بفايل الخمستاشر تبار فور. بعد كده. هنزل بقى زود مثلا اربعة ميلي كمان. واشتغل بالخمستاشر فور بالعشرين فور. ليه هنعمل الجزء اللي فوق ده. انت كل ما توسع حتة من فوق. بيبقى اسهل لك في الشغل اللي تحت. كل ما توسع حتة فوق. بتسهل عليك الشغل في السيجمنت اللي تحتها. خلاص? يعني انا وسعت الحتة اللي فوق دي. لحد خمسة وعشرين فور. اما تيجي اتدخل بقى خمستاشر تبار فور. هينزلك بسهولة جدا على الانسي مسا نازل اربعة خمسة ميلة. لانك وسعت له من فوق. ما بقاش في اي استرس عليه من فوق. فانا ممكن اعمل ايه? هتة الزون تكنيك ده ممكن اقولي الزون زي تكنيك. وقسم زي ما انت عايز. بس الفكرة في حاجة زي كده والكنالة صعبة بالشكل ده. ما توصلش للفول لينز ابدا من الاول. خلاص? فيمناها? مش هيحصل لجي لا مش هيحصل لجي ما تلقش. طول ما انت اشغال بفايل عشرة زي ما انا بنقول كده. طول ما انت اشغال بفايل عشرة بين الفايلات وبعضها مش هيحصل لجي. خلاص? بتشيل الدبري اول بول وداخل كده زي ما اقول بالسيكوانس اللي انا بقول لكم عليه ده. اللي هو الخمسة واشر فور. عشرين فور. خمسة وعشرين فور. مش هيحصل اي لجي لا تلقش. وطالما انت هم حافظ على الكنال بيتنت. خلاص? انت اجي ده زي الفور اللي ما تقلقش. طيب. التكنيك ده دكتور مش عايز اشتغل بالتكنيك ده. فيه عندنا تكنيك تاني اسمه ايه? التقطايل كنترول اكتفاشن. التقطايل كنترول اكتفاشن. الكنال الطويلة. الديقة. الكيرفد. الرخمة دي. هشتغل معها تاتا تاتا. واحدة واحدة. هشتغل معها كده ازاي? هحط فايل مثلا اه عشرين تبل فور في في اله في اله في الكنتر. وهدخل. بعد عملت كورونال فليريك. هدخل. والفايل ما بيدرش. والفايل ما له ما بيدرش. هشوف هيوقف على لنس كام. سيه مثلا لنس اه اتناشر. ما سيه على لنس اتناشر. هروح جاي ويز播 الفايل بتاعي على لنسا تلتاشر. ويزابنا الفايل عليه على كام? على تلتاشر. وذير میدخله وانزل مرة واحدة بس كده ينزل المل ده مثلا. خلاص نزل المل ده يبقى انا كده عملت الايه? المل ده وسعت لتلتاشر. بعد كده ادخل تاني والفايل ما بيدرش. شوف هيدخل على تعاليد مستراحة ولا هيدخل مستراحه على تلتاشر تثبط انت على ازياد مل ودخلوا وخليلي في مرة واحدة كده ولا مرتين لحد ما اصل ازياد ملي. وبعد كده بعد كده اثبت على الانس ازياد ملي. ودخلوا بالراحة. ملافة واحدة وطلعوا تاني. ده بنقول على التقطايل كنترول دا اكتفاشن. ان انا بشتغل حتة ملي ملي كده ملي ملي كده بالراحة. وبدخل الفايل في الاول اشوف هو داخل مستريح على الانس كام. وبعمل عليه على ازياد ملي. وبخليه لف مرة او مرتين وخلاص. او تلات مرات بالكتير. خلاص? ده انه ده بيخليك تمشي واحدة واحدة كده مع الكنال حتة حتة. بهم كل مرة والتانية اعمل هريجيشن وبيتنس الفايل عشر. خلاص? طيب. الحتة برضو الفولوركينج لينس. زي ما قلت الفولوركينج لينس يا جماعة ما باعملوش غير لما وسع الجزء الكورونال والميدل. بعد ما توسع كورونال والميدل خش بقى خد الوركينج لينس بتاعك. عشان ما يتغيرش معك في الاخر. تمام? اتفقنا? يبقى في عندنا. لما اجي اشتغل حالة صعبة زي دي. لازم اول حاجة هعيد التاني هوت. لازم اول حاجة اعمل ايه? كورونال فلييرنج واشيل السيرفايكال بلش. اشيل السيرفايكال بلش ده. ليه? لان الكنالة عندي شايفين جاية ازاي? جاية كده 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 وبص ناحية الديستل كده. لا. انا عايز ابص الفوق. فانا لما اعمل واستخدم الاورفاس اوبنر. هيشيل السيرفايكال بلش. ويخلي الكنال بتاعتي ستريت. في الجزء الكروني. حلو? طيب قلنا بعد جده هستخدم انه اورفاس اوبنر. استخدم الاورفاس اوبنر اللي يكون صغيرة. ويكون اتبر بتاعه مش كبير. عشان هنا الروت رفيع ما يعمل لش مشاكل. خلاص? زي يقولنا زي مين? ده. طيب هنزل به لحد فين? لا. ما تعدش الجزء الكروني. الجزء الكروني بس. كل ما هتنزل تحت اكتر الجزء التخين بتاع الفايل هيقطع فوق من عند الاورفاس. هيأثر على البريسير فايكال دنتين مش ناص. مش عايز اقثر عليه. ماشي? هاي الوركينجلينس قلنا نوسع كورونا لوميدل ونسيب الحتة الابيكل وبعد كده ايه? نقيس الوركينجلينس قبل الحتة الابيكل. في عندي البيتنس والجلايت باس مش هعملهم دلوقتي. البيتنس والجلايت باس مش هعملهم في الاول. انا هعمل ايه? الجلايت باس ده يعني انت هتدخل فايل عشرة وخمستاشر وعشرين. بعد ما تقيسه. يعني الفايلات دي كلها دخل على الستريس جامد او من فوق لتاح. فانا مش عايز اعمل الخطوة دي دلوقتي. هعمل الخطوة دي امتى? لما وسع كورونا لوميدل. لما وسع كورونا لوميدل. ماشي? ده التكنيك اللي هنستخدمه اسمه ايه? الزون تكنيك. زي ما انت حابب ايه اعمل الكنال اللي اسمها اتنين تلاتة اربعة زي ما انت عايز. الزون تكنيك الرئيسي بيعمل ايه? لما يكون عندي كنال كيرف بشابه كده. باجي عند بداية الكيرف وروح ايه? اعمل خط كده. الحتة اللي فوق الكيرف دي هتحشتغلها الاول. لحدة 25 تبار فور. والحتة اللي تحت الكيرف هعمل فيها البتنسي والجلايت باس بتوعي. واعمل لها البرباريشن بقى لقدة 25 تبار فور. حلو جدا. سهل الكلام. فهي حاجة صعبة. الناس اللي خايفة من حوار الليج يا جماعة ما تقلوش مش هيحفى الليج. طيب انت خايف من حوار الليج برضه. خلاص اعمل ايه? او اللي هو التقطايل كنترول دا اكتيفاشن. التقطايل كنترول دا اكتيفاشن. بدخل فايل باسف من غير ما يلف جوه الكنال. واشوفه هو وصل لحد الانس كام. سيوصل عند الانس عشر. خلاص اروح مطول الفايل نخليه ازيد ملي. ودخل الفايل وخليه انزل الملي ده. وخليه لف مرة او لا مرتين. وطلع الفايل تاني. وشيل الدبريل اللي عليه ونظفه. واعمل ودخله على ازيد ملي كمان. وهكذا. وهكذا. يبقى ان اواخد الكنال ملي ملي كده. لحد المنزل اللي تحت. طيب ميزة ايه التقطايل كنترول دا اكتيفاشن. ما بعملش اي على الفايل غير في صغيرة جدا. يعني ادخلته في الاول. يعني ايه يعني معلوش اي خالص. زودت ملي. الملي ده هو الوحيد اللي هيبع عليه فبالنسبة لي الملي ده هو ده اللي هيبع على الوحيد اللي عليه فهيبقى امن بالنسبة لي انه نعمل شيبنج بيه كويت. وما تيجي تلف ما تخلوش يلف فترة طولة جوة النقطة دي. خليه بس مرتين تلاتة كده. خلاص كده شكرا. طلع امسح الفايل بتاعك وعمل و بعد كده اخش ميل ازيد واحد كزا. سهل الكلام. ماشا دا كاترة. طيب. زي ما قلنا. هنعمل هنستخدم 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 مارتن سايت. ردوا علي اكد. مارتن سايت في الحل اللي عندنا دي. على الكيرفل اللي عندنا دي هستخدم مارتن سايت ولا مارتن سايت. اكتبوا يلا هنستخدم. مارتن سايت. مارتن سايت. تمام. ليه مارتن سايت? عشان مارتن سايت حلوة جدا. وعندها بتاعها عالية. عالية. حلوة. ساعدني كويس جدا في الحتة الكيرفد اللي عند دي. حلو. ماشي. طيب برضو انا شغال اعمل وكليشن عن طريقه ايه? استخدم ايدة جيل. على الفايل كده وانا داخل عشان برضو يخلي الفايل آآ آآ سموس كده هو داخل. وحتى وانت شغال لو انت عمعتش ايدة جيل املى الكنال بس او املى البابل تشمبر آآ بصدهم هايبوكلورايت. هايبوكلورايت نفسه ده لوبركانت الواحد. بيزافلت كده بيخلي الفايل يزحل. طيب زي ما قلت اش آآ دي حاجة يعني الموشن بقى ريسيبروكيشن ولا روتيشن. احنا قلنا التي سي ايه. واللي اللي هو التاقطية الكنترول اكتيفاشن. والزون تكنيك دول بيستخدمه روتيشن. انت بالنسبة لك في الحاجات اللي زي دي حاسس ان الروتيشن هيبقى ريسكي بالنسبة لك. لا خلاص ريسيبروكيشن. هو ريسيبروكيشن فعلا 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 دي دي اقمن. اقمن ليه? لان وانس ان الفايل بيحصلوش كومبيلت ريسيبروكيشن يعني بيحصلوش في الدنتين بسهولة. يعني مش هيعشق في الدنتين بسهولة. ففايل بتاعي يبقى ليس اقل. لما اشتغل في الحالة دي افضل بكتير. حلو جد. ماشي. خلاص. يبقى في الحالة دي بالنسبة لي افضل من الروتيشن. لا ليه? الروتيشن بيعمل ده ممكن يخلوه يحصلو جامد في حتة معينة. الروتيشن بقى بيخلي الفايل ايه? ميحصلوش انجيجمنت. نفس الوقت بيحافظ على الكنال بتاعتك متسنطرة جوه. فرص الترانسيبروكيشن في الروتيشن. ولقيلة جدا. لما اجتغل الروتيشن في حاجة كرفض. ولايه الاول لما يحصل عندي ترانسيبروتيشن. لكن الروتيشن ممكن يعمل كده. خلاص. ايه. بيبقى افضل. والبوستوبرت بيبقى قادل. تمام? طيب. زي ما قلت الروتيشن عندي ده رفيع جدا. الوتيار سيستم. اه طبعا الوتيار ما هو الوتيار. عسب الموتور بداعك. الموتور بتاعك ممكن يبقى في اوتيار وممكن ميبقاش فيه. الوتيار ده ده كترة اللي هو او الاوبتمام توركي ريفيرز. اللي هو الفايل بتاعي. وانا شغال. الفايل الابرسوبروكيشن وكمل برضو فيه اكس اسف تورك عليه. فكل ما يعدي بقى التورك بتاعه يروى عامل اوتيار وطلع لفوق. يبقى تاني. الوتيار ده فكرته ايه? ان انت دلوقتي بتعمل فور روتيش. الكنال انت داخل بالفايل عمال يليب فوق. تلتمائي ستن درجة. خلاص? الفايل ده ابل رزيستنس هيعمل ايه? هي الابرسوبروكيشن. هي اللي بايه? خلاص? طيب انت وصلت للمكسيمان تورك اللي انت ظبطه اللي هو عامل اوتيار وطلع لفوق. يبقى وانت شغال. الابرسوبروكيشن هيعمل ايه? الابرسوبروكيشن. الابرسوبروكيشن دي عدت التورك اللي انت ظبطه هيروى عامل اوتيار. دي مشان حلوة جدا جدا بحبها الصراحة. موجودة ببعض المواتير ومواتير لا. بس زي ما انا قلت جده لو انت هتمشي بالزون تكنيك او بالتسي ايه. خلاص? انت مش محتاج اوتيار دي في حاجة. فمن قصدين? طيب. زي ما قلت الحالة بتاعتنا? مشكلتها في ايه? ان الروت عامل ازاي? very sin root. الروت عامل ازاي? very sin root. very sin root. مشكلته ايه very sin root ده? مشكلته ايه? ال very sin root ده? ان انا لو زودت بتاعي اثناء البرباريشن ممكن اعمل صح? او لو ما عملتش هيبقى الجزء المتبقي very weak. عامل زي القشرة البيضة كده. اي استرس تنزل عليه تكسره. صح? يبقى انا بالنسبة لي ما استخدمش اي حاجة ما استخدمش اي حاجة خالص في الحاجات اللي زي دي. يبقى الماكسما انتبار بتاعي فور برسنت. انتفقنا يا شباب? يبقى الماكسما انتبار بتاعي فور برسنت. خلاص? طيب. 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 حقف يا دكتور ايه بيكالي على يعني هفنش المسطر بتاعي على دي نقطة مهمة. على حسب. الكيرف اللي ده المنزر ده. المنزر ده ده كاترة الكيرف اللي موجود ده. لو قفت عند تلاتين. التلاتين نفسه ممكن يعملك ترانسبورتيشن. لو قفت على صحيز تلاتين تبار فور ده ممكن يعملك ايه? ترانسبورتيشن. حاجة تانية انت بص برضو على بتاع الروت تحت. هل بتاع الروت تحت ده? التلاتين كويس ولا الخامسة وعشرين احسن? الخامسة وعشرين هيبقى احسن. ليه? ان كل لما بقل بقل كل ما بزود في بتاع الفايل كل ما بتقل. فالفلكسيبليت متقل في حالة زي كده ممكن تعمل تعمل ترانسبورتيشن. تعمل 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 قصدي? يبقى انا بالنسبة لي وانا اشغال في حالة شبه كده. بتاعي يبقى كام يبقى خمسة وعشرين ممكن تبر فور. خلاص? زي ما قلت ما خشش بقى اي حاجة في الحالة دي. تمام لحد كده? ماشي. طيب انا وقفت لحد خمسة وعشرين تبر فور. طيب يا دكتور واحنا بنعمل كرينج انشيبينج بايه? بالفايلز. وايه كمان? والايرجيشن. يعني فيه خمسين في المية فايلز. وخمسين في المية ايه? ايرجيش. طيب انت دلوقتي يا دكتور لما توسع لخمسة وعشرين تبر فور. هل الايرجيشن هيوصل تحت? هل النيدل بتاعتي هتنزل تحت اصلا? سؤال برضو مهم. لما اجي اشتغل حالة زي كده. لما اجي اشتغل حلش بالشبه والشكل ده. هيبقى سهل بالنسبالي ان انا اعمل ايرجيشن? لا طبع. طب نفترض ده ان انت ما كنتش موسع كورونا وميدل. وشغال الكنال كلها من اولها لخيرها على الفول وورك انجلينز. ال ايرجيشن بتاعك هينزل اصلا? مش هينزل? طب فرص البوليكتج ادي ايه? عالية جد. لكن لما تشتغل بقى او بالزون تكنيك. ال ايرجيشن هتشيل اول بول. يعني الجزء اللي فوقه. فطلع منه هتشيلها اول بول. اللي تحته اول بول. وهكذا. الجزء اللي تحت لما يحصل منه اي دبريز هتشيلها برضو. ويكون انت وسعت كورونا وميدل. وال ايرجيشن بتاعك ينزل تحت. ينظف اي دبريز ويبقى عنده جزء اللي فوق اكسسور. همين قصدي? يبقى الجزء اللي ده يبقى ايه? اكسسور. ف ال ايرجيشن بتاعي هيقدر ينزل اسفل. مع انه تكنيك في الزون او طيب اللي بيشتغل بقى الكنال كلها من اولها الاخيرها على ال الارجيشن بتاعه مش هينزل كويس. ويحصل كتير ممكن يحصل صح ولا? ماشي. حلو. برضو هل يا دكتور خمسة وعشرين تبرفور كفاية بعد برضو ما انا عملت الزون تكنيك وكده. ال ايرجيشن برضو بتاعي او ال ال ايرجيشن بتاعي توصل هي ال 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 خمسين او ستين. هتستخدمها بحاجة زي كده توصل تحت ازاي? مش هينزل اصلا. مش هينزل خالص. اما هل اعمل ايه? لازم استخدم دي فايدتها ايه? فايدتها ايه? نهار فياعة. رو فياعة. فهتنزل ديبر. ايه كمان? مخرومة من الجنب. فمش هتعمل لي اكستروجن الاريجنت ما يصلش اكسدنت. صح? حلو. بس برضو الكنال عندي والسايد فينتد نيدل دي متاليك. ومش فليكسبل. الاريجيش هنهي وصل ازاي? اقول لك اه ده فيه تب ده بقى مخصوص اسمها ايه? اسمها ايه? اريفليكس. ديت نيدل بلاستيك فليكسبل فليكسبل نيدل دي. في الكنال زي تدخل معاك زي الفل. طيب التب دايما تربطها اقدي ايه? تلاتين. والتيبر تلاتين تبر فور. خلاص? يعني ممكن توصل معاك اقل واحد مل من اللينز. لو انت مثلا شغال لحد خمسة وعشرين فور. النيدل اللي هي الاريفليكس دي. دي السايز بتاعها تلاتين تبر فور. السايز والتيبر بتاعها تلاتين تبر فور. فبالنسبة لي وانا شغال هتبقى كويسة جدا. في الحالات الجرفد والحالات اللي انا مش قادر اوسع فيها التيبر سيكس. يعني الكنال عند رفيعة والدامتر صغير. رفيعة يعني التيبر بتاعها صغير. وروفيعة من تحت. يعني ليبكى الصغير صغير. فالنيدل العادية صعب انها تنزل. خلاص? الصايد فنت النيدل المثل برضو صعب انها تنزل اوي. لان مش هدخل في الكيرف. لكن الاريفليكس دي فليكسبل وفي نفس الوقت رفيعة. والتيبر بتاعها صغير. فقدر ادخل بيها. يبقى انا الحالات اللي زي دي لازم يكون معايا باريفليكس. انا عينها كده ايه? لحالات الصعبة. حالات انا بتاعي اتيبر فور. موسعتش لتيبر سيكس. كل ده الاريفليكس بتاعي هتتخطى كل ده. يبقى حتة الاريجيشن مهمة جدا. انا بعمل بالفايلز. بعمل بالاريجيشن. الاريجيشن. بوصله ازاي? عن طريق السرينجة والنيدل. النيدل بتاعت لو تخينا ما فيش اريجيشن وصف. رفيعة ومتال ماشي. لو حاجة مش هتدخل. بل مين هتدخل الاريفليكس. ماشي? طيب. حاجة تاني. انا دلوقت يا دكتور بتاعي خمسة وعشين تبرفور. انا حاسس ان انا ما اطعتش كويس. ما نظفتش كويس. محتاج اعوض بقى الصغير ده. اعوض وازود بتاعي. ازوده بايه? بالاكتفيشن. اعمل اكتفيشن بايه? احط هيبوكوريدي الاول او الكنال. واعمل اكتفيشن. ممكن بحاجة سونيك زي ده. زي الاندو اكتفيتور. او حاجة سونيك برضو زي والسونيك سكيلر. او الترا سونيك. مثلا حاجة زي الالترا اكس والاجهزة الجديدة اللي موجودة الالترا اللي اسموه الاندو الترا والحاجات دي كلها. كل دي تعمل لي اكتفيشن. خلاص? ايه تاني? حاجة زي ده اللي هو عامل زي الزجزاج ده. ده بيحصل له اكسبانشن جوه الكنال. وبيدخل بيعمل ايه? دوامات كده جوه بتاعي. وبيعمل ايه تاني? لو انا بعنديش بقى الحاجة ده كلها. هلت المصدر المصدر مسلا نكون بتاعك يبقى هنا خمسة وعشرين تبرا فوق. تروح جايب خمسة وعشرين تبرا فوق وعمل ايه? الاجيتيشن. الاجيتيشن ده بنقول العلماني والديناميك اجتيشن. انه انا بحرك الاجيجنت جوه الكنال ممكن على انسى اصر مليا ولا حاجة. خلاص ايه انسى الانسى عشرين خليه على تسعتاشن. واعمل اجيتيشن بنعمل مئة مرة في اللي في الدية. مئة مرة. كل كنال. اجيتيشن. بعمل ايه? بخلي بتاعي يوصل تحت. طب الاجيتيشن انت بيعمل حاجة تانية? اه بيعمل حاجة اسمها انه بيشيل الفيبر لوك في نومنا. ان مطرح بتاعك بيطلع بيتكون حاجة اسمها ايه? اوكسجن بابلز. الاكسجن بابلز اللي بتبقى متكونة تحت دي. بتمنع الاريجنت انه هيوصل في الجوز الابيجي. فانا محتاج اخترق الحاجات البابلز اللي تحت دي هخترقها بايه? اما بالمانوار فايلز او بالمسطر كون المانوار فايلز اثناء مثلا بتنسي ولا حاجة? او بالمسطر كون بتاعي بعد ما خلص. مستر كون هينزل يشيل البابلز اللي موجود دي كلها. عشان الاريجنت بتاعي يوصل. خلاص? ماشي. حلو. في اي حاجة صعبة في البرباريشن لحد دلوقتي? في اي حاجة صعبة في البرباريشن لحد دلوقتي او في حد عنده استفسار? ممكن احط فايل عشر او اجيب اللي سكيلر تب عليه والمسه بقى اه حلوة جد. ده اللي هو الان دايريك اكتيفاشن. حلو. ماشي. عايز تجيب مسلا فايل عشرين ولا حاجة برضو ادخله ماشي. سمى حاجة الفايل يبقى فريه جوه الكنال. يبقى فريه خالص. يبقاش عليه اي استرس. خلاص? عشان الفايل لما يبقى فريه يعمل الاهتزازات. الاهتزازات دي يتحرك الاريجيشن. لكن لو الفايل ماسك لا مش هينفو. خلاص? ايمنى ده كاترة بتاع الحالة دي عامله ازاي? ايمنى? انا كنت هطلع اصلا هقول كلام بقية كده من غير اي بريزنتيشن في البرزنتيشن دي انا عملته النهاردة الصبع كده في السريع يعني. عشان برضو ايه ناس تبقى فاهمها اكتر. الاحدي اللي هتحد عنده اي سؤال? اي سؤال? يبقى عرفنا الكانالز اللي زي دي. الابقال سايز بريفاريشن هيبقى عامل ازاي? الابقال سايز يبقى كام? اوسع لحد كام? والتيبر بتاع هيبقى كام? وهامشي بقى الفول لنس بتاع الكانال كله على بعضه ولا هقسمة حتت? صح? وهعمل اول باول بالرفليكس تيب اللي هي حلوة جدا. وتلاتين تيبر فور وبلاستيك فليكس اول تخش في الكرفات زي ما انت عايز. خلاص? وبتتعاقم وزير فول هي غالية بس شوية بس كويسة جدا. تريد من تلاتين او او اربعين جنيه. خلاص. اه 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 انا هنشيل السيرفايكال بلج من الاول اللي احنا مشاورين عليها ديت عشان الكانال تبقى من فوق ستريت. معامل كورونا كويس. منزلش تحت اوي. والورف السوقنا البتاع هيبقى كويس. يبقى رفيع ويتبسايز باحت صغيرة. اخصت دين دو كله. احبيب شكرا ياه. شكرا ياه. خلاص. لحد دلوقتي كله تمام. في حد مش فهم اي حاجة. نهت دلوقتي كل الكلامي على الميزيا روت. هنبتكلمش على دستة روت. خلاص. ممكن تستخدم في حالات. اه طبعا. من الحالة دي كويسة جدا في. تبقى حلوة جدا في . اه طفل اوبن ايبكس ادوك اللي اه. موقفش في بداية البلدنج. موقفش. وحالة اوبن ايبكس. اه في حالة شبه كده اممكن ادخل لو حالة اوبن ايبكس. ساهمش عزن نطلع بره الموضوع بس. لو حالة اوبن ايبكس ممكن اشيل شوية كمان من الجزء الرديكلر. وحط وعمل امتي ابل بطم برد. يعني انزل جوه ادخل جوه كمان شوية للتحت. لو ما زبطيتش بقى او بعمل ايبكس او بعمل اه. حد عنده ايساقل الشباب لحد دلوقتي. الحالة زي دي. الوركينج لنز متوصلوش من الاول. الوركينج لنز متوصلوش من الاول. واوعد دخل الفايل وتحشره جامد عشان اوصل لفلوركينج لنز. لأ. في حالات بنسبة. لأ مش هتعمل لج على حاجة لأ. اللج ده اللج ده بيحصل ليه. لما انت تعمل لفايل. لما انت تشتعل على لنز وصير وتعمل جامد على الفايل وهي داخلك. وما تعملش وتفضل عامل جامد على الفايل هو داخل. والكانال كرفت وداخل بصائز كبير. كل ده بيعمل لجائد. كله معي. نتكلم على. خيب. نتكلم بقى اخر حاجة عن. في عندنا. في عندنا كزا. الكل ده لالكمباكشن والكمباكشن والكمباكشن او اللو هو الورم فيرتكال كومباكشن والباكشن مع السنجل كون. حلو؟ ضعيب. دلوقتي هتا كترة. الجاتابيركا في عندي منها جاتابيركا تيبر تو. في جاتابيركا تيبر فور. في جاتابيركا تيبر سيكس. اللي الماتش تكون زيان. حلو؟ خيب. احنا في الحالة اللي احنا اشتغلناها دي. وايفنا في الميزيل. لحد اه سايز كام ايبكالي. خمسة عشرين تبر فورصة. معلش نقطة كده عشان نست اقولها. احنا قلنا في الاول لو كنالز طيب تو. لو كنالز ايه? لو كنالز عرفت ان هما طيب تو. ان هما عندهم جوينينج كده قبل بخمسة ميلي مثلا. هعملها ازاي? هشتغل الكنالز ازاي? زي ما قلت هشتغل الاسهل بالنسبة لليها ما فيهاش كيرف او الدرجة الكيرف فيها اقل شوية وتكون اوسع سن. هشتغلها لفول انس وخلصها. بعد ما تخلصها بقى حط فايل في الكنال التانية. وشوف كده هيوصل لحد الانس كام. يعني هتحط الماستر فايل في الكنال اللي انت خلصتها. خلصت مثلا ميزي بكر. اعطوا فايل خمسة وعشرين تبرفور مسلا او خمسة وعشرين عادي. سمعيني? تاني. دلوقتي لو انا عندي الكنالز طيب تو. هشتغل ازاي? انا عرفت من الاول ان هما طيب تو. من خلال اكس راي. هشتغل ازاي? اشتغل الكنال الاسهل بالنسبة لك. واقلف الكيرف شوية. الفول وركنج لانس. بعد ما تخلص بقى البرباريشن بتاع ازا ما انا قلنا الكلام ده كله. هتعمل ايه? شوف الانس بتاع الكنال التانية. حط الماستر فايل في الكنال اللي انت حضرتها وخلصتها. وحط فايل في الكنال التانية. شوف اقف عند الانس كام. مسلا ده دي دخل على عشرين. ليه الرئيسي. ده مسلا دخل على خمستاشر. يبقى انا هشتغل دي على خمس شهر باللي بس. يبقى انا سهلت على نفسي في البرباريشن بتاع الكنال التاني. عشان الروت في تو كنالز. ما فوش ايه? ما فوش وان كنال بس. لا في تو كنالز. فانا سهلت على نفسي في الشوق. حاجة تانية برضو من مميزات التبر تو. ان انا بدل معه داكل في الدينتين. عرفوا الورك انجلينز في تو كنالز. انا وفرت من الدينتين اللي هعمل له كاتنج في الكنال القصيارة. يعني من الاول ما خدتش بالي ان هما طيب تو واشتغلت الاتنين على الورك انجلينز. طبعا هيبقى اصعب في البرباريش. صح? هيبقى اصعب. وفي نفس الوقت انت بتاكل من الدينتين قوي. فلما تستخدم التكنيج اللي بقولك عليه ده اشتغل الكنال للورك انجلينز. والتاني الحد البوينت او يونيون وبعد كد اشتغلها بالبرباريش على الواحدة. يبقى انت او فورت في القاتنج بتاعي الدينتين قطع. ماشي. المهم. حتة بقى ليه الاوبتيوريش. انا وقفت دلوقتي في الميزيا لعندي خمس وعشرين برفور. طيب عشان اعمل اوبتيوريش. اول حاجة بكل دلاترا الكمباكشن بعمله ازاي. عندي مصطر كون. عندي مصطر كون. وفي عندي ايه? سبريدر وفي عنده اوكزيرر. صح? حلو. طيب دلوقتي يا دكتور انا الكون اللي هاختاره في الحالة دي يبقى اكون كام. انا عمل بتاعي خمسة وعشرين لو حطوا تكون هيدخل? لا مش هيدخل. طيب لو حطوا تكون خمسة وعشرين هيدخل? هيدخل حلو. ويجيب يخش ويديني طيب لما اجدت خلص بريدر جنبه هيلاقي لا مش هيلاقي يبقى تكون ده بالنسبالي مش هينفع استرادمه في الكل دلاترا الكمباكشن. صح? وما يعمل ايه? استرادم التبر تو. طيب التبر تو لما استرادمه في الحالة زي دي. والاسبر دراجة دخله جوه الخنال. برضه يعني مع الكيرف والحاجات دي كلها هيدخل قلي اتنين ميلي? لا ممكن ندخل قلي اربعة خمسة ميلي. ممكن ما يدخلش ومهزبطش معاي. خلاص? اعرف ازاي. اعمل ايه? يبقى مش هستخدم كدراترا الكمباكشن. طيب حاجة ثانية. لو انا جيت دلوقتي استخدم الورم فرتكال كومباكشن. فباجيب الايه? المستركون. اللي هو مسلا نسيه خمسة وعشرين تبر فور. وراح حط جوه الكنال ووصل على اللينس. صح? المخطوط بقى لما باجي اعمل او كنتين وصويف بعمل ايه? بروح جاب البن او الهيد كارير ونازل اقل خمسة ميلي مسلا. طب تفتكر يا جماعة في الروت الطويل الرفيع ده. البن او الهيد كارير دي هتنزل معال تحت او كده. صعب انها تنزل تحت. يبقى برضو الجزء اللي تحت عندي ده هيبقى واقف لوحده. يبقى كلمه سنجل كون برضو. طيب ايه التكنيك بقى التالت الاحسن? لانا استخدم البيسراميك سيلر مع السنجل كون. اللي هو اللي هو اللي هتدره للكوندنسيشن. لانا اعمل الانجيكشن للكنال بالبيسراميك سيلر. بعد كده اروح جايب المستر كون بتاعه هو خمسة وعشرين تبر فور. وادخله جوه مين? جوه الكنال بالراحة. بالراحة خالص. وهو داخل كده بيعمل سبريد. سبريد للسيلر جوه الكنال. وبيعمل عوالية فالسيلر بتاعه يدخل مزبوط ويفير للمطاق دي كويس جدا. دي من استخدامات البيسراميك سيلر. اللي هي الحالات الكيرفد. اللي اتبر فيها. انا مزودتش عشان الدين تنسيجنس قليل. استخدم فيها مين? اللي هو خمسة وعشرين تبر فور ده مع البيسراميك سيلر. فعيتها اه اقدر استخدام ده. لان الكول ديراتر الكمباكشن مش هيبقى كويس. لان الاسبرادر مش هيدخل تحت الاتنين مئي. فالكون برضو تحت يبقى واقف له واحده. طب يقف له واحده جنبه ريزن سيلر ولا يقف له واحده جنب ببيسراميك سيلر. جنب ببيسراميك سيلر. فبالنسبة لي التكنيك ده هيبقى احسن بكتير. خلاص يا ده كاترة. فهمنا? يبقى في الوبتوريشن. لما تيجي تشتغل الوبتوريشن الحالة دي. هتستخدمها تكنيك كول دلاتر الكمباكشن ولا ورن فرتكال ولا ببيسراميك سيلرام مع بتاع مع سنجل كون او متش تكون. لا استنوع ببيسراميك او متش تكون. لما حد من امتياز بقى يقول دكتور انا عايز اشتغل الحالة دي هاتا النهاردة. انت الوقت معاك التولز اللي هتشتغل بها. عارف هتشتغل ازاي? عارف التكنيك اللي هتشتغل بالحالة دي ازاي? ولا هتخش الهتاخد وكامل بريبيرشن الكنار كلها على بعضها. خدم ده كله ولا. حاجة ده كنتش تعرفها قبل قبل ما نتكلم. صح? فمع الشغل وكده انت واحدة واحدة كده بتفهم. خلاص? لا الطايب تو ما بعرفوش بالنبسان يعني الطايب تو ما بنعرفوش بالايبكس لا. ما عرفش الطايب تو بالايبكس. يعني اشتغل كنال واحدة بس في الاوكل. ماشي? يعني اشتغل كنال واحدة. سي مسلا هي الميزو بوكة الكنال. خلاص وخلاصة. ماشي? وحط في Donald fiil في الكنال اللي هي هيه اللي هو الميزو لنجوي? حط file في الكنال اللي هو الميزو لنجوي وبعد كده شوف الفايل التاني دخله بعد ما تحط الفايل في الميزو لنجوي. ادخر فايل في الميزو باقة. لو لو قلقيت تصل للنس يبقى هم ما سيبرت كان لزا. ما وصلش للنس يبقى هم ايه يبقى هم تايتة او ايه تاني. حط الفايلات وروح سور بعد ما تخلص الكنال الرئيد الروحcéه وب صت كده. خلاص. لقيت الفايلين اللي اثنين. بعض عن بعض ابيكالي بقى سيبرت. لاتهم هما الاثنين قفلين مع بعض خلاص بهم طايتو. خلاص. حاجة تانية برضو. ازا اقول لكم هنا من ال اكس راي نفسها. انا اقدر اعرف ان الكنال دي طايتو. اقول لكم ازاي. اه لو انا شايف الروت تلوقت تب من تحت. الروت تب من تحت هنا عاملة ازاي. الروت تب من تحت. رفيعة صح? رفيعة مش كده. الروت تب لما تكون رفيعة يبقى ابيكالفورمان واحد بس. الروت تب او نهاية الروت رفيعة ولا ولا عريضة? بوينتد ولا عريضة بوينتد صح? الحالة البوينتد اللي شبه دي كده بيبقى بنسبة كبيرة وان ابيكالفورم. ماشي? حاجة تانية برضو معلومة ليكم. الروت كلما يطول الروت كلما يطول كلما فرصة ان الكنالز تقفل مع بعض تحت اكبر. الروت كلما يطول كلما فرصة ان الروت بتاعي والكنالز بتاعتي تقفل من تحت وتبقى طيبته اكبر. طب لو روته سير بيبقى فرصة انه ما يبقوا اكبر. بالاضافة لحيطة ايه? انه من تحتي. التب بتاعت الايبكس من تحت. لو التب دي دي برضه مؤشر انه يقول لي ايه? الكنال عندك ايه وان ابيكالفورمون. هما طيب تو. انتو على العمومة ده كترة اشتغلوا ايه? هي كنال واحدة وخلصها. بس برضو يعني خد وقتك فيها ما تستعجلش. السيمة هي زونز برضو كده زيوحة المتكلم. خلاص? وبرضو زي ما بقول لكم كده عايزة اكد ان هي طيب تو. في الاول خالص عن طريق الايكس رايز. اصور ميزي الشفت ودستل شفت كده عشان انت بتاع. وبرضو حتة بص على التب. لو التب بتاعتي رفيعة. اه ابردو في المجنو ما ان شاء الله ممكن يبطيطه وهكزا. تمام? اتفقنا? يبقى انا كده. بالنسبة لي وانا شغلت. يبقى كده بالنسبة لي وانا شغل. انا شغل الموضوع بالنسبة لي سيف. فقدر اشتغل وانا متطمم. انا مش يحصل عندي ان شاء الله اي اي ايه? ولا يحصل عندي اي لدج ولا يحصل عندي مشاكل. خلاص? اللي في حد عندي سؤال بها كده انا معاكم. اي اسئلة يا شباب? اي اسئلة يا شباب? سمعيني ولا لا? اه نحن ان استغلال اي تفضل انا اي وازل اي اسئلة يا شباب؟ نظر يا شباب؟ اي اسئلة يا شباب؟ ايش ازال واكسة. ايش تفضل ازال ان شباب؟ في حالات لما خلاص هي بيجي بينجامد معاكل عليها او دكتر دي علاجة ايه ده طبيعي ده طبيعي انت وانت شغال الموفمنت بتاعت الفايل فوق وتحت دي جوه جوه الروت بتعمل زي يعني انت بتعمل وبتعمل ايه ريليس كل شوية المين للبردونت اللي جمعت وانت شغال جوه الجوه الكنال يعني البردونت اللي جمعت دي ممكن نفترض انه زي اه الستكت كده خلاص انت وانت شغال بقى فايل بقى فايل بالروتر فايل السنة بتتعرض وانت مش واخد بالك بتتحرك حاجات مايكو لقلس جدا فالحركة اللي قال اللي بتعمل ie جوه كل شوية البردونت اللي بيعمل بردونتايكتز فالعيام بيحس بالإضافة طبعا ليه الفايلات اللي بتطلع برا الايبكس اللي اللي حديث انا عند اي سؤال يا شباب انا بس عايزة ارى معاكو الكومنتات اللي كنت عاملينها مبارح ما شاء الله بجد الناس ايلي ان اجابات حلوة جدا يعني مثلا محمد عزت راغب سين روت نارو كانال نارو بالبتشامبر تمام الشروق جمال او الحالة بتاعة الزوف زى ما احنا تكلمنا مش احنا قلنا في الاول اده كترة والا انا بحب عمل annoying leggingsis الاول للحالة اشوف الحالة بتاعة الاول vital اعضب ولا non vital. لو هي nonprofit من الاول خلص ساختش اعمل على طول. يعني الحالة بتاعة الاول هيعمل ايه? علي طور. مش هستنى باقاععملlessfulness مشكلام ده كله. فالفايتاليتي في الاول اذن بيعمله مع انطريه بتاعت العيان وفي نفس الوقت بيعمل او ممكن اعمل برضو حاجة تانية ممكن اعمل لها الكافيتي تاست ان انا اشيل الكيريز والعام مش تاخد انسيزي واشوف البيش انت حس ببين ولا لا ما كده كده في كيريز او البيش انت حس ببين اشوف البين اخبره ايه لو البين راح على طول لو البين راح على طول يبقى دي حاجة ايه طب البين مفضل مستمر فاطلة طويلة يبقى دي حاجة الريفيرزابل نفس الكلام الشغل نفسه بيعلمك تمام تمام يا شروف دكتور احمر احمد بقش create reproducible glide path and the multi-planer ماشي بس ال glide path ده انا هعمله امتى انا هعمل ال glide path ده امتى هلا هعمله من الاول ما هو glide path ده احنا بنعمله في الاول طب انت بتعمل glide path في الاول هتعمله بقى على full working lens وانت لسه في الاول ما وسعتش كورونا لوميدل والفعل بقى على resistance بطول الكنال فهدية تبعى صعبة شوي محمود عاطف نشوف ونعمل فايتال بالب فايتال بالب ثيرابي فايتاليتي فايتاليتي تيست ونشوف لو هنشتغل conservative نجهز mta ونشتغل نحط رابر دام لو داخل ال endo يبقى نعمل نكرو نعمل اكسس وراء هنا عشانه ماشي زي ونعمل تمام نعمل الجوهر ردة اساسا من الاول. اول حالة مثلا ريفيرزبل ولا حاجة وحصل اكسبوش هممكن اعمل كابنج بس. فمن قصدي طلعوه انا فيش عندي بريبكال ليجن. انا فيش عندي بريبكال ليجن. يعني او اللي امنا ديورة كويسة فانا ممكن اعمل ايه? انا بقى متطمن كده ان السنة بتاعته ممكن تبقى فيتل. لكن لو في بريبكال ليجن وانت عايز تعمل كابنج اللي هو ازاي ده. فاليكسر هي نفسها بتقول لي بعض العلامات اللي استخدمها في الدياجموزز. يعني هنا مفيش بريبكال ليجن. طب نفترض ان الحالة دي كان فيه بريبكال ليجن تحت. كنا احنا نتكلم عن فيتل باب السربي ولا بانبطن ولا اي حاجة? لا طبعا مكونش عن الكلام على اي حاجة من دي خاطز. تمام? الفول دياجموستيك داتة عبد الرحمن بازا مقلت لك. اقولنا سايبينها بس كده مفتوح عشان الناس الناس تشغل دماغها كده. احمد ربيع صح 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 طبعا صح بس مع الكافتي او الكيرز الكبير ده الكيرز هيسهل عليها الاكسس. الكيرز نفسه هيسهل عليها الاكسس. وانس انك شلت الكيرز كل ده هيعمل لك دي روف للبالب مفتوحة كده من فوق وانت شايف الروف بعينه وتقدر تشيله كويس. ماشي. صح 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 الحاجات الصعبة والتايت اللي زي دي لازم نستخدم فعالات زي فعالات عشرة بتاعت مايكرو ميجا او ار اس فعالات عشرة بتاعت مايكرو ميجا او ار اس. الحاجات الباقي كلها فعالات طرية كده مش شغالة كويس. او طبعا ندي فايندر والحاجات الي يلسي بلاس فايلز. كمام? اااااا عملنا بربطمي عملنا دايك بالبكابينج اه طبعا ده عارفنا بقى هعمل دايك بالبكابينج امتى? عارفنا هعمل دايك بالبكابينج امتى? لما يكون في عندي اول حاجة. ريفيرزابل بالبايتس. التشخيص من الاول. هرجع لكم الاسلايدي هي تبطسوا عليها. اصلاده كاتر. الاسلايدي هي من الاول هي. ورصالها لشان الاسلايدي مهم ما جيت جان. لو تصوروها بالموبايل يبقى كويس. خلاص? تاني. لو عندي امتى ادارك بالبكابينج يا دكتور عبد الرحمن? لو انا عندي الجزء اللي فوق ده عندي من الدايجنوزز بتاعي زي ما قلنا. لو حصل اكسبوجر. والساون دينتين حوالين الاكسبوجر. والبليدنج ده تعمل الكنترول وزن تو مينتس. ما فيش اي دينتين شيفس دخلت جوه. والبالب نفسه شكله جوه كده مليان بلد. يبقى ساعتها اقدر اعمل ايه? وده الكبار بكاب. طيب ما لقيتش الكلام ده كله ممكن ادخل لحطة الفول بلبوتومي. وبرضو لما اجي اعمل بلبوتومي اشوف برضو الساينز دي اشوف البليدنج اخباره ايه? هقدر اعمل له كنترول كويس ولا لا? فاهمين قصدي? ده في حالة ماشي? طيب محمود الغنام هي حطة برضو بالنسبة لي في الاول هتبقى رخما ان انا اشتغل بفايل عشر وقامل عشر وعشرين. عالفو الوركنج لينز في الحالة الديقة الكيرفد الطويلة هتبقى رخما شوية. ممكن اكثر فايل عشر او خمستاشر جوه. فاوسع الاول كورونا شكل كراون ده. وبين كل فايل والتاني بقى احاول انزل اعمل بيتنسي. مش بيتنسي بقى. وزي كده على قد ما اقدر. لحد ما فايل عشر ينزل. لحد ما ننزل تحت بقى هقدر اعمل ان شاء الله كامل الكيميج انشابين جدا. مايز برضى سفير كيرفد شرج. ري كيرفد تمانية ورشة خمس سوعة عادة. كورونا الفليرينج لوتس وفيريجيشن. خمسة عشرين تبرفور تمام. باي سلام كسيرة صح? دكتور امين حلاني. ازا كان هناك امكانية فيتر بالبصر بطبعا. ولو لا يبقى هنعمل زون تيكنيك زي ما احنا قلنا. تمام زي فل. فايلات فانتا بلو عشرين تبرفور. بالنسبة للميزه بك. الان كانت راسعة. استعادل ايما بروجل لحدهم ساشا. ماشي عشرين تبرفور قليل لا. خلينا خانسوا عشرين تبرفور. ازا تفكر. ازا تنظر. ازا تنظر الفايل ما ابدو بليدينج. اعمل بالبصر بي. اه. اه. ام. نكسري سلام لها. تلسفي. اشان. بالبصر بي. ازا. ازا ببصر. ماشاء الله الناس يعني كومنتاتها حلوة جدا جدا يعني. وانناس فهمة. هتشتغل ازاي. طيب. سؤال اي ابراهيم الدكتور اللي انا من الاول شاكك انه ممكن يكون فيتال بلب السرابي اكون مركبها رابر دم من صح قبل من قبل طبعا اي حاجة في البيتال بلب السرابي دي لازم يكون عامل على قد ماضي ديس انفكشن عوالين البلب على قد ماضي البر نفسها تبقى استراليزد كويس جدا الربر دم ميبقاش عليه اي انفكشن يعني ساعات في ناس بتغير الربر دم لما يحصل اكسبوه اش اتخيلين يعني في ناسها بتعمل كده انه يتغير الربر دم شيت ده ده اللي انا شلت بالكيرس احط الربر دم شيت تاني نضيف مفهوش كيرس مفهوش اعلي اي باواء من ده فهنا محتاج الاسيبتك تجنيد كويس جدا جدا يعني قبل ما بده وده بناء طبعا على الدياجنوزز بتاع من الاول خلاص احنا بنقصرش طبعا لديفن الدياجنوزز بس الساينز والسيمتومز والتيستات اللي انا بعملها بتقول لي الى بنسبة كبيرة الدياجنوز بتاعك كزا ان الدياجنوز في الاول في الاخر برضو عمليها صعبة تمام تمام حد عنده اي استفسار لحد الوقت يا شباب يا رب نكون ايدينا بقى نوصل للمعلومة كويس نفس اولا يعني الناس تسمع الفيديو ده كده برضو ولو في حد عنده اي كومنت لو انه قلت حاجة غلط ولا حاجة برضو يصحح لي برضو يعني ينبه لي لوو في اي حاجة مثلا او حاجة ااااااااااين الشاعة الله برضو نحاول كل فتلة كده نعمل لايف نطلع فيه برضو ايه نستفيد كده مع بعض ولأ ايه او الفكرة كلها يا جماعة انتو ايه jos ІA انا عايز اديك خبرتي واديك او ممكن حاجات بتسهل علي في الشغل او حاجات مثلا بتبطالته فيها كتير او مش رغضي ب холод канале منها بس بفتح كده كده الحاجات بسيطة اهن نوطة بسيطة خلص كده في الشغل خلاص هو الموضوع بيجي بالشغل. كل ما تشتغلوا كتير ايدا كترة كل ما هتستفيدوا كتير. كل ما تشتغلوا كتير كل ما تاخد بالك من الحاجات اللي بقول لكم عليها دي. الخبرة نفسها كل ما تشتغل اكتر كل فعلا ما يبقى ايه? ايدك تبقى حسن في الشغل بكتير. اتقادوا لك من الحاجات دي كلها. لو حابين المرة جاء نتكلم على موضوع كده ولي حاجة اقولوا لي برضو. لو حابين مسلا على الحاجة معينة ولا حاجة. اللي ممكن احضر لكم عليها بريزنتيشن كده برضو بسيط. عشان برضو ايه بقى الناس استفادت برضو. انا بس اللي خلانا احط الحالة ديت ان الحالة دي فيها كزا حاجة يعني. وممكن حد يفتكر انها سهلة ولا حاجة لأ. من اغلس الحالات الحالة دي. وفيها كتير زي ما قلنا. فلزيزة الصراحة. الناس برضو معلش حتة برضو ستقولها في العاجات اللي لو جيت تعمل لو جيت تعمل لو جيت تعمل لو جيت تعمل زي ما قلت ما تحاولش تزق يدخل جوه الكنال ما تزقوش جوه. ما تزقش اليمتي جوه الكنالي عشان لو قدر له حصل تقدر تشيله. بنشيله بالالتراسونيك. نشيل اليمتي بالالتراسونيك. اندر مجنفيكيشن. خلاص. اه. برضو حاجة تانية. انت ممكن تشوف السنة نفسها. لو السنة نفسها محتاجة بوست. لو السنة نفسها محتاجة لازم اعمل لها بوست. طب اعمل لها بوست ازاي لو انت عملت ايمتي ابل بطني. دي برضو نقطة لازم تاخد بالك منها. يعني لو السنة محتاجة بوست. يعني شايفين منظر كتير ازده كده. منظر ده كده. نفترض ان ان عايز احط بوست. عايز اعمل بوست وكور. ما هحطه فين? لو انت عملت ايمتي بالبطن. ما دي برضو لازم تاخد بالك منها. طب نفترض ان كان الكيرز ده كله كان ناحية الميزيال. لو الكيرز كله كان ناحية الميزيال. خلاص? والسنة محتاجة بوست. هتحط لها بوست. مش عارف احط لها بوست في الميزيال رود خالص. صح? هينفع حط بوست في الحالة دي. ينفع حط بوست لكور في الحالة بتاعت بالشكل ده. مش ينفع حط فيها خالص. يبقى يعني لو انت عملت كامل. لو انا عملت كامل. ينفع حط في ده? لأ طب لو انت عملت ايمتي بالبطن ايه? والسنة محتاجة بوست. يبقى انت عملت ايمتي بالبطن غلط. يبقى انت كان ممكن المفروض تعمل عشان اقدر احط بوسته بعد كده. طب انا مش عايز احط بوست خلاص حط ويعمل بقى مثلا ولا حاجة. تمام? يبقى برضو نفسه بتاع السنة بيأثر على بتاعي. يعني ما اتبقاش السنة متفرتكة. اقول لا انا هعمل فول بالبطل. نيمتي ايه بالبطل? وبعدين ما انا عايز احط بوستات. احط البوستات فين? على نيمتي ايه? فدي برضو نقطة اخد بالك منها. يعني اما اجي احط بوستة احطه فين في اليمتي ازاي? فهي من قصدي? هادي نقطة مهمة برضو. خدوا بالك من. اه طبعا او بس. بس لو هي مش 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 كل الحالات او في حالات لازم لها بوست. فهي من قصدي فهي في حاجات لا لازم احط بوست هحط ازاي? فهي فرق معي. اه لو احطت عملت ايمتي بل بطل لا يبقى كده شكرا. طيب لو انا عملت اندو عادي خالص ده ده تخيل انا جدت اعمل دريلنج في الميزة عشان تحط بوست. صباح الفل يعني خلاص كده انت دمرت الروت. لازم تفكر كده ايه كله مع بعضه كده. الريستوراتف كده مع بعض. طيب لو انا عايزين تابر فور. تابر فور انا عمل لعنه فيديو كده احط لكم اللينك بتاعه دلوقتي. احط لكم اللينك بتاع تابر فور ده دلوقتي. طيب فور قصد. طيب فور. احط لكم بقية الاقتراحة. اكتب بمضان كله. احطوا احطوا بيديو كده في الاخر. اللي عنده اي سؤال برضه انا معاكم ادكاتي لحده مجيبلكم اللينك بس انا معاكم لحده مجيبلكم اللينك انا معاكم لحده مجيبلكم اللينك انا معاكم بس يا جماعة كده ايه اللي حابب برضه ايه الجروب بتاعنا الجميل انا معاكم لحده مجيبلكم اللينك بس يا جماعة كده ايه انا معاكم. انا انا اعتبركم اكبال اقوال Hernandez et context الشباب الذي معنا انا معاكم اناه يعني يا شباب يا ريت يعني نعمل الانفتيشن لصحابنا برضو على الجروب يعني ما شاء الله الحمد لله دلوقتي عدينا المية وستة الف فاي داتا او اي معلومات عن الاندو كده هتلاقوها هناك وهتلاقو بص البوستات كلها بتتحط بكريتيريا معينة طبعا اندر الايزوليشن ولازم يقع فيه يعني تكون موجودة في البوست فيا ريت يعني يشرفنا طبعا انتو الناس اللي مش موجودة معنا في الجروب تدخل على الجروب هحطلكو برضو في الاخر لينك الجروب هحطلكو بس اللينك ممكن تكلمنا دكتور فلايف عن الفارييشن في الدينتين ماب يعني زي ايه اوضح ليه اكتر مثلا ما هو الوضح ليه اكتر مثلا ما هو الوضح ليه اكتر مثلا اتسألها عني اكتر حاجية عايشة محمو ممضوح شؤالي دكتور لو بيش انت عنده كراك من المرجنار just paint on biting no signs no signs just paint on biting ماشي اولا لو في عند كراك وانا احس ان الكراك ده هو السبب خلاص بعمشي بعمل ريموفر للكراك ده اشوف امشي كده واشيله واشوفه ووصل لحد فيه لو في مثلا فيها كراك ولا حاجة الاصح يعني ان انا بعمل ايه اشيل الجزء بتاع الكراك واشوف وصل لحد فين بعد كده اعمل او ده خل الهندو بعمل الهندو. تمام? لكن كنا ان انا شوف بقى الكراك ده اوصل لفين بالكس ري او لحاجة العاية الصور سي بي سي تي هتبقى صعبة شوية. بتشكس عمام البداية. بتشكس عمام البداية ازاي فرق ازا كان البين بريدونتل ولا بل 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 سؤال حلو. قلنا في الاول من خلال له الاول ازاي فقدان انت طبعا بتشوف لان ايه ايه حتة الاول بعد الفيتالي تسنج او الاول ان عند مثلا برلونجي تسوه ولا حاجة لبلا حاجة بنكلم فيا الحاجة احنا بنكلم في ارازة امرو بل بل بايتسو ايا اكيه. طيب البريدونتل بين انت بتعمل البريدونتل quienكزامنيشن. تماما في حالة احد فيها كر او لحاجة المنطقة كلها حولها بوكت وفيه مثلا مكسورة وفيه فود ايمباكشن خلاص شير الفود ايمباكشن اللي موجود ده خالص بالاضافة لكده اعمل البروبينج زي ما قلتلك البروبينج البروبينج حيقول لك لو انت في عندك بوكت ولا حاجة او لو في عندك الفود بري موجودة يبقى دي مصدرة اي فعلا يبقى دي مصدره دي لو انت حاسس ان السن دي مصدره بل بل بين اعمل لها سنستيفيتي تست شوف ال response بعدها تبعمل ازاي response exaggerated قوي لا ايو اخلاص بدي حاجة بارباني مش بري دونتك مش احط لكم بس يا شباب في الاخر اهو تلينك بتاع الجروب ايكس ما تسعين دونتكس واحط لكم اللينك بتاع الطايب فور مشان الناس اللي اتساءل عليه يعني اللي اولور سيفن ترى لي بتوه كنال الاتنين على نفس لاين وفيش اي ماب ايها تلين فيه كنال تانية بس ديكس اللي بتقول ان في كنال دانية اه دي حاجة كومن لي موجودة في اللور سيفن ان انت ممكن تلاقيه واحد ميزيل واحد ديستي الكنال التانية بتبقى فين مكانها فين بيبقى بص من جوه الورفس بتاع الميزيل بتلاقي الكنال التانية من جوه الورفس تعملنا دا كترة يعني كانتها يبتبقى من جوه الورفس بتلاقيه موجودة يعني انت بس تجازت ممكن تعمل البربريشن للمين كنال وتدخل فايل مسلا خمس اشعر ولا حاجة وتعمل له بريباندنج كده ناحية الميزيلينجوان يبتبقى نسبة كبيرة لينجوان بريباندنج ناحية اللينجوان هتلاقيه دخل في حاجة ديئة الحاجة ديئة ديئة يريد مناس ديئة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة